بسم الله الرحمن الرحيم عزيزين مشاهدي قناة ندلالي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامجكم البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس حقيقة سعيد جدا بالعودة مرة أخرى للبيت الكبير بعد ما تقريبا شهر وسبوعين أو شهر وسبوع بعيدين تماما عن حضراتكم إلا من خلال يوم واحد كل أسبوع بنطلع أو بنكون متواجدين فيه مع حضراتكم ولكن عودة مرة أخرى لبرامج قناة نادي الأهلي كلها الحقيقة إن شاء الله أو كانت البداية من يوم السبت مبارح إن شاء الله بقى خلال الفترة القادمة كل سنة وحضراتكم طيبين رمضان خلص العيد خلص إن شاء الله تعود برامج قناة نادي الأهلي خلال الفترة القادمة كما كانت قبل بداية رمضان والعيد كل سنة وحضراتكم طيبين النهاردة عندنا كلام كتير جدا 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 لانه حلقة مهمة جدا وحلقة مميزة هنتكلم فيها عن موضوعات كثيرة وموضوعات هامة جدا هتكلم مع حضراتكم عن النادي الاهلي وعن الفوز المهم اللي اتحقق انبارح على نادي الرجاء والصعود لدور الاربعة للمرة الرابعة على التوالي وللمرة التسعتاشر في تاريخ النادي الاهلي بس الاول هناك بعض النقاط الهامة اللي عايز اتكلم فيها مع حضراتكم وهي اسلوب جديد او اسم جديد بيظهر على الساحة الرياضية هتقولي يعني ايه عم اسلام هقولك حالا هو احنا قبل ما كابتن محمد عادل يطلع ويتكلم عن الاحتواء كنا نعرف يعني ايه احتواء ما كناش نعرف كان حاجة جديدة كابتن محمد عادل عملها وقالها وما حدش اسمع عنها في العالم كله غير المستمعين المصريين او المواطنين المصريين سمعنا عن روح البروتوكول سمعنا عن اشياء كثيرة جدا خلال السنين اللي فاتت مرتبطة بنادي بعينه فقط مرتبطة بجزء معين من الحياة في كرة القدم او في كرة القدم تحديدا بنادي معين فاليومين دول عايز اقول لحضراتكم ان انا بسمع بقالنا شهر ونص تقريبا بعيد فبنسمع اكتر ما بنتكلم الفترة اللي فاتت دي حصل فيها حاجة اسمها او حالة جديدة او مصطلح جديد اسمه الابتزاز الابتزاز الرياضي يعني ايه ابتزاز رياضي الابتزاز خليني اقول لحضرتك يعني ايه ابتزاز من كلمة او المعنى الرئيسي والحقيقي لهذه الكلمة قبل بس ما اقول لحضراتكم امثلة على معنى هذه او ايه يعني ايه الامثلة اللي تودينا للابتزاز عايز اقول لحضراتكم الابتزاز في اللغة العربية يعني ايه والله العظيم انا بتكلم بجد مش بهزر الابتزاز في اللغة العربية تعني في القاموس الجامع الحصول على مال او منفعة خلي بالحضراتكم او منفعة وهو اللي احنا هنشوفه الفترة او الفترة اللي جاية الحصول على مال او منفعة من شخص تحت التهديد بفتح الاسرار الخاصة به ده اللي بيحصل دلوقتي ده اللي احنا شايفينه او في حد عايز ياخد حق مش مشروع ليه بيهدد ويطلع يتكلم كلام غير حقيقي وكلنا شايفينه كلام غير حقيقي مبدئيا من موضوع كهرباء فيه ناس كل يوم بنشوف منهم بيانات ويطلعوا يتكلموا وتهديدات دون وجه حق فيه ازمة اساسا يعني لو اتكلمت عنها فيها فضايح كثيرة جدا وامور بعيدة عن العقل تماما اساسا اساسا لجنة الانضباط الموجودة في الاتحاد المصري لكرة القدم يجب ان تكون بالانتخاب وان الجمعية العمومية في اتحاد كرة القدم توافق عليه مش بالتعيين زي اللي بنشوفه دلوقتي وحتى هذه اللحظة محدش من مسؤولي الجبلية طلع ورد على استفسارات الاهلي اللي هي ايه ازاي لجنة تسرب القرارات في واقعة غريبة جدا الناس كلها تتكلم عن قرارات وناس تعمل مدخلات بدون صدور اي قرار رسمي نوع من انواع الابتزاز خد بال حضرتك هو انا ليه حلقة النهاردة اسمها الابتزاز ولكن الابتزاز في الرياضة على العموم يعني اللي بيحصل في الوسط الرياضي هو ابتزاز حقيقي لاغراض وهدف واضح للبعض موضوع تاني من او نوع تاني من انواع الابتزاز اعتقد ان في ناس اول ما شافت جمهور النادي الاهلي رجع بالساعة الكاملة زي ما شفنا في مباراة الهلال وشفنا في مباراة الرجاء ركابها بدأت تخبط في بعض قعدوا بقى يفكروا ها نعمل ايه نعمل ايه نعمل ايه نبدأ نوع من انواع الابتزاز وانطلع بيانات وهمية وانخلي الالاضيش بتوعنا يطلعوا في القناة الفلانية والقناة العلانية والقناة المفروض ان هي قنوات محايدة وتعمل على ان تكون هناك حياد لكل البرامج او لكل الاندية مش اهلي بس لكل الاندية ولكن انا بطلع دافع او هو سكريبت متوزع على بعض الاسماء اللي معروفة بعينها عشان تطلع تتكلم ضد جمهور النادي الاهلي وتخلي جمهور النادي الاهلي او تخلي او هم بيتوهموا كده بالمناسبة ان يخلوا تحصل مشكلة ما بين جمهور النادي الاهلي واطراف اخرى ابعيدوا عن جمهور النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي هو انقى ما في هذه المنظومة منظومة الرياضة المصرية ابعيدوا عن جمهور النادي الاهلي عشان هم بيعملوا ايه زي ما قلت لحضراتكم عايزين يعملوا الصدام ما بين الجمهور ونرجع تاني لنقطة الصفر على الرغم اللي احنا شفناه في مباراة الهلال والعظم اللي حصلت من جمهور النادي الاهلي وكان لها الدور الرئيسي في فوز النادي الاهلي ثم العظم اللي حصلت من جمهور النادي الاهلي في مباراة الرجاء وكان لهم الدور الرئيسي في فوز النادي الاهلي ازاي نوقف النادي الاهلي احنا مش عارفين نوقفه في الملعب فنعمل ايه ايه اللي بيسبب او ايه اللي بيخلي اللعيبة عاملة كده في الملعب الجمهور الاتنين وخمسين والخمسين الف اللي وزارة الداخلية مشكورة وفقت على وجوده يبقى السبب في تحقيق هذه الانجازات والبطولات والجمهور أبتز بقى الجمهور شوية وبأشكال مختلفة عشان إيه؟ عشان ناخد منفعة بدون وجه حق بدون وجه حق ولكن مرة تانية جمهور النادي الأهلي هو أنقى جمهور في هذه المنظومة الرياضية اللي احنا بنشوف ابعيده ودي أسماء معروفة بعينه ابعيده عن جمهور النادي الأهلي أنا مش هتكلم لهذه الأسماء دلوقتي لأنها كل جمهور النادي الأهلي عارفها ولكن بعد كده هتكلم وأقول ابعيده عن جمهور النادي الأهلي إذا كان هناك شيء معين يدور في أذهانكم محدش هيقدر يوصل لكده ومحدش هيقدر يعمل كده جمهور النادي الأهل إن شاء الله في المبارات الترجي يكون سعة الإستاذ كاملة وتعرفوا يعني إيه جمهور النادي الأهل مرة أخرى أو كالعادة لكن لازم تبعدوا عن جمهور النادي الأهل وقوعوا وتتكلموا في خناقة تحصل ما بين جمهور النادي الأهل وأطراف أخرى مش هتحصل جمهور النادي الأهل يعي تماماً اللي انتو عايزين تعملوه والاسكريبت اللي متوزع على ثلاثة أربعة من قبل رئيس النادي بتاعهم علشان يطلعوا في الاتجاه ده انت الاربعة خمسة دور دورهم هم عرايس عرايس الاربعة خمسة دور دورهم ان هم يتكلموا ضد جمهور عشان يوقفوا دخول الجمهور وفي ناس تانية دورها تفضل تهز رأسها زي ما حضراتكم عارفين وفي ناس تالتة بتنفذ هذه الاجندة بتنفذ هذه الاجندة فمش عايزين كلام على جمهور الاهل اوعى حد يتكلم على جمهور النادي الاهلي من هذه الاطراف ومن هذه الاسماء التي ليس لها الحق اساسا في النهاية تتكلم عن النادي الاهلي او تتكلم عن النادي الاهلي انتقد طبعا انا ما اقدرش تكلم ولكن انت ما تعرفش حاجة عن جمهور النادي الاهلي وما تعرفش مين هو جمهور النادي الاهلي وما تعرفش ان جمهور النادي الاهلي هو انقى ما في هذه المنظومة فبعيدوا عن جمهور النادي الاهلي احسن الفترة اللي جاية الزلوط بتبقى صعبة وانا هنا بقوا خاطب اللي بيحاولوا يعملوا وقيعة وبيحاولوا يعملوا أزمة مش بخاطب حد تاني هم اسمين تلاتة معروفين والاسكريب تترمالهم وانت تتكلم على تويتر وعلى السوشال ميديا وانت تتكلم في القناة دي وانت تعمل في القناة دي علشان يعملوا هذه الفرقعة قبل مباراة مهمة جدا والحيانا بستغرب بستغرب جدا لأنه هو مين اللي بيمثل أو مين ممثل مصر الوحيد الآن أقدر أقولي الوحيد في دوري أبطال إفريقيا أو في البطولات الإفريقية فيوتشر مثلا لا اللي رح تكلم بترتيب الدول فيوتشر مثلا لا بيراميدز لا الزمالك لا الاتحاد لا المصري لا مال مين هو ممثل مصر في البطولات الإفريقية اللي لازم كإعلاميين محايدين نقف معاه أنا بتكلمش على زي ما قلت لحضراتكم أنا بتكلم هنا بيحاول البعض أن يعمل وقيعة ما بين جمهور النادي الأهلي وأطراف أخرى لازم نقف مع النادي الأهلي وإحنا هنتصدى هنا وحنفضل وقفين ضد هذه الأمور وحنفضل نقول لكم ونعري الكلام الكتب اللي أنتو بتقولوه الكلام الكتب اللي أنتو بتقولوه باحترام وبأدب وبأخلاق النادي الأهلي مش بحاجة تانية ابعدوا عن جمهور النادي الأهلي ابعدوا عن جمهور النادي الأهلي طيب عايز أتكلم مع حضراتكم عن أمر آخر أو حرجع أتكلم عن موضوع كهرباء لأن أنا موضوع كهرباء أنا الحقيقة كنت مستني لما أطلع مع حضراتكم من خلال البيت الكبير عشان أعرف أتكلم مع في هذا الأمر أولا في فيديوهين بخصوص أزمة كهرباء فيديو أقدمه اللاعب والنادي الأهلي وفيديو مقدم من أطراف أخرى طيب لجنة الانضباط شافت فيديو واحد فقط اللي هو مقدم من الأطراف الأخرى لماذا رفضت لجنة الانضباط أن ترى على فكرة كلها أسئلة أتمنى أن أحد يجاوب لي عليه لماذا رفضت لجنة الانضباط أنها تشوف الفيديو الثاني وأصرت على الفيديو المقدم من الأطراف الأخرى ده السؤال الأول طيب في نقطة تانية اللي أنا أعرفه في لجنة الانضباط ما فيش عقوبة غلة بنص يعني ما ينفعش تيجي تقول إيه عقوبة كده اتنشر مباراة لإسلام مثلا يعني ولكن في موضوع كهرباء تحديدا أنا عايز أعرف ما هو النص اللي حضراتكم استندتوا عليه في أزمة كهرباء ومن المفترض لما يكون ما فيش نص يتم اللجوء إلى لائحة المصابقات ده اللي أنا أعرفه مش اللي أنا أعرفه ده الكلام اللي الناس كلها بتقوله طيب هل فيه في لجنة المصابقات عقوبة لإتنشر مباراة حد يقول لي طالما ما فيش لايحة في لجنة الانضباط يبقى المفروض أرجع لإيه للجنة أو لائحة لجنة المصابقات طيب هل في لائحة لجنة المصابقات توجد إتنشر مباراة ما فيش أنا بقول لحضراتكم كلام أو معلومة ما فيش في لائحة لجنة المصابقات عقوبة تسمى إيقاف إتنشر مباراة طيب لماذا لا تريد لجنة الانضباط أن تتكلم أو تقول حيثيات القرار رغم أن الفيفا بالمناسبة مش إسلام ولا النادي الأهلي ولا جمهور ولا الفيفا بتجبر لجنة التزلمات أن يطلعوا يقولوا الحيثيات الخاصة بقرار فطبعا اللي أنا بتكلم فيه ده بيعمل إيه حضراتكم بيودينا أو بيخلي بعد من لا يشجع النادي الأهلي يروح لحالة جديدة أو حالة تالتة من الابتزاز الرياضي بتحصل هذه الحالة التالتة أو هذا النوع التالت من الابتزاز الرياضي بتحصل ليه؟ أنا عايز أوقف كهربا مش عايز ألعبه ماتش السوبر على فكرة لو كان كهربا يستحق الإيقاف كنت حتجد أن النادي الأهلي مالوش علاقة وجمهور النادي الأهلي مش مالوش علاقة ما عندناش مشكلة كهربا نفسه كان هيتقبل الأمر ولكن وإحنا عمرنا ما كنا هنطلع نتكلم في هذا الأمر ولكن طيب حيكون الحل إيه؟ لو الفيديو اللاعب مقدمه اتعرض على خبير زي ما هو طالب وقال إن الفيديو ده هو اللي صح أنا كلاعب وكنادي استفدت إيه؟ إيقافه وعدم لعبه ده لو هم عايزين يعملوا كده دليل على كلامي إن فيه تربص إن المسؤولين يطلعوا يتكلموا ويعلنوا العقوبات عبر شاشات التلفزيون ما عرفش ليه ما تطلعوا وتعلنوا لو أنتوا شايفين الموضوع كده النهاية في النهاية يعني الكلام اللي أنا بقال على فكرة عندي تفاصيل كثيرة جدا 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 وهناك مفاجآت خلي بالحضراتكم هناك مفاجآت بخصوص هذا الأمر ستظهر قريبا أنا مش مخول إن أنا أعلن عنها دلوقتي ولكن هتشوفوا مفاجآت مدوية هتشوفوا مفاجآت إيه؟ مدوية في هذا الأمر كله في وقته ولكن اللي أنا بقوله دلوقتي هذا النوع من الابتزاز لن نسكت عليه واحد يطلع يقولك إيه؟ أنا هنفذ اللجنة هنفذ القرارات لأن قرارات لجنة الانضباط قرارات مجابة لازم ننفذها يا راجل دلوقتي يعني هي قرارات لجنة الانضباط مجابة دلوقتي واللي هي لمجرد إن إحنا نمشي الموضوع ونخلي كهرباء كمان يتوقف طب إيه اللي حيحصل بكرة في اجتماع لجنة الانضباط؟ ما عرفش يحصل اللي يحصل أنا شخصيا مايفرقش معايا لأن أنا متأكد مش أنا الوحدي أنا وعندي جمهور سبعين مش إسلام جمهور الأهلي طبعا جمهور الأهلي سبعين تمانين مليون أهلاوي متأكدين من صحة رجلة الاستئناف أنا أسف من صحة قرار أو من صحة إن الكهرباء لم يفعل شيء ومتأكدين من هذا الأمر والله العظيم تلاتة لو كهرباء إحنا عارفين إنه هو غلطان ما كانش هيطلع حد يطلع يتكلم لأن جمهور النادي الأهلي هو جمهور محترم ويعلم تماما تماما إيه اللي حيحصل ومين الصح ومين الغلط فالحقيقة أنا حبيت بس أقول لحضراتكم في عودتنا أن هناك أنواع كثيرة من الابتزاز الرياضي زي ما حضراتكم شايفين يطلع خبط وخلي فلان يقول الله دي ليست العدالة إن الكهرباء يلعب وليست العدالة إن مش عارف إيه إن شاء الله ربنا هيكرمنا ونكسب ويلعب اللي يلعب في المباراة القادمة في السوبر الناس بتحاول تودي أنا عندي مواضيع كتيرة جدا جدا أو عندي إخفاقات كثيرة جدا في كل الألعاب تقريبا فأعمل إيه مش أنا أنا عندي الأهل أنا بتكلم عن الأندية الأخرى أو اللي بيعملوا هذا النوع من الابتزاز فبيعملوا إيه شايفين إن الناس مشغولة بموضوع كهرباء فإرمي عند موضوع كهرباء لغاية لما أشوف إيه اللي حيحصل عشان الناس تبعد عن اللي بيحصل في الهندبول ولي بيبعد ولي بيبعد عن اللي بيحصل هنا ولي بيحصل هنا بالمناسبة النهاردة الكرة الطائرة احنا خسرنا في الكرة الطائرة خسرنا دوري وخسرنا كاس هرد الأكل لعبتنا ولكن أنا عايز حضراتكم تفتكروا كلام أنا قلته لحضراتكم من خلال البيت الكبير من سنة قبل بس ما أرجع أتكلم في موضوع الابتزاز الرياضي تاني معلش عشان دي مهمة جدا أنا قلت لحضراتكم تقريبا من سنة ونص عندما تكلمنا عن أن النادي الأهلي بيهزم في كرة اليد من نادي الزمالك على طول في الوقت من سنة كده قلت لكم جماعة احنا عارفين أن فيه أمور بيعملها مجلس إدارة النادي الأهلي مع إدارة النشاط الرياضي هتخلينا نرجع في الطوب تاني الحمد لله ربنا كرمنا دوري وكاس في اليد رجال وسيدات رجال وسيدات إذن النادي الأهلي أو مجلس إدارة النادي الأهلي وإدارة النشاط الرياضي في النادي الأهلي عرفت إيه الأخطاء وإيه الغلط اللي عندنا وصلحتها طيب اتغلبنا النهاردة في الكاس وأتغلبنا من أسبوع أو من عشر تيام في الدوري بالنسبة للكرة الطائرة هارض لك للاعبتنا ولكن هناك غربلة أو هناك أمور حتحدث خلال الفترة اللي جاية مجلس إدارة النادي الأهلي وإدارة النشاط الرياضي في النادي الأهلي حطت إيه على الأخطاء فانتظروا تصحيح الأخطاء في الكرة الطائرة رجال خلال الفترة اللي جاية ده اللي أنا حقدر أقوله دلوقتي ولكن احنا اتغلبنا في الدوري وكاس طيب كسبنا الدوري في الكرة الطائرة سيدات بكرة بداية مباراة البست أوف سري بالنسبة للكاس ربنا هيكرم إن شاء الله ونقدر نكسب هذه البطولة ولكن في كرة الطائرة رجال الأخطاء واضحة وبين فين وحتتصحح خلال الفترة اللي جاية ومع بداية الموسم اللي جاي إن شاء الله خلي بالحضراتكم احنا عندنا بطولة أفريقية وبالمناسبة احنا عندنا فريق قوي جدا في الكرة الطائرة رجال بعض الأخطاء وبعض الأمور اللي حتبان بقى لحضراتكم خلال الأيام القادمة زي ما حصل في اليد من سنة هيحصل في الطائرة خلال الأيام اللي جاية ولكن هنفضل وقفين معاهم وحنفضل في ظهرهم لأن احنا عندنا بطولة أفريقية في خلال الأسبوع اللي جاية أو الأيام اللي جاية ودي كبوة بطل والبطل حيرجع تاني أوعدكم خلال هذا البرنامج أنا وعد ما أخدش حد متفائل إن ده يحصل في كرة اليد ولكن في خلال هذا البرنامج حتى ساعتها بعض الجمهير اللي على دماغي من فوق طبعا ما بزعلش منهم أبدا ولكن إنت هتوقت تطبل يا إسلام لا يا فندم أنا ما بطبلش أنا عارف إن هناك خطوات بيتم اتخاذها ولكن أنا ما قدرش أطلع أقولها ساعتها في كرة اليد يعني الخطوات دي لما اتخذت ووافق عليها مجلس الإدارة وتعاملت من إدارة النشاط الرياضي خدنا الدوري والكاس في الرجال وخدنا الدوري والكاس في السيدات عندنا أخطاء في الطائرة مجلس الإدارة وإدارة النشاط الرياضي حطين إيديهم على هذه الأخطاء وسيتم تعدلها خلال الفترة اللي جاية أنا أسف إن أنا خدت حضراتكم في 3-4-5 مواضيع ولكنها كلها الحقيقة مواضيع مهمة ومواضيع مش عايز جمهور النادي الأهلي يتشد وراء موضوع الابتزاز الرياضي اللي بيحصل كل اللي بيتكلموا على إيقاف كهرباء حضراتكم عارفين هم منتمين لنادي واحد نادي واحد فقط بس محدش بيتكلم بمنطقية أو بعضل إلا لما بيقول خلينا نشوف الفيديو هنا هي ليه لجنة الانضباط مش عايزة تشوف الفيديوهات الفيديو هنا بتشوف فيديو واحد بس طيب لو حضرتك وقفته ورجعت غلطان أنا استفدت إيه كجمهور النادي الأهلي أنا مش هتكلم عن نادي الأهلي نادي الأهلي عنده اللي يتكلم عن اسمه فعموما مش عايز حضراتكم تتشدوا لموضوع الابتزاز الرياضي من اللي بيحصل من بعد ما لا يشجع النادي الأهلي اللي أول مرة نشوفهم بينفزوا قانون أو تاني مرة معلش فيعني وبعدين ومرة تانية للي بيحاول يعمل وقيعة ما بين جمهور النادي الأهلي وأي أطراف أخرى يبعدوا عن جمهور النادي الأهلي لأنه أنقى حاجة في هذه المنظومة منظومة الرياضة المصرية طيب الحقيقة برضو إن بطولة دوري أبطال إفريقيا اللي نسختها الحالية أثبتت المقولة دي أثبتت إن الكبير إيه؟ كبير أفريقيا عارفة طريقها وعارفة كبيرة هتقول لي زي ما قالك هو فيه كبير بيتغلب خمسة عشان إحنا اتغلبنا يعني خمسة اتنين من سانداونز من بعد مباراة سانداونز في الأسبوع اللي بعد مباراة سانداونز وكنت بحضراتكم على الهوى هنا في البيت الكبير وقلتلكم أنا نفسي سيناريوهين يتحققوا إن إن النادي الأهلي يصعد من دولة المجموعات ويصل للمباراة النهائية ويستطيع أن يفوز وإن سانداونز يصل للمباراة النهائية والأهلي يلاعب سانداونز لأن سانداونز فريق ممتع فريق كرة قدم تقدر تلعبه ممكن تتغلب ممكن تكسب ممكن 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 ولكن أنا متأكد مليون في المية أن هذه المباراة لو حصلت مباراة نهائية لسه بدري طبعا على هذا الكلام ولكن دي كانت أمنية من أمنيات حياتي أنا شخصيا لو أنا بلعب كرة لو أنا لعيب في النادي الأهلي بعد المباراة الأخرانية دي أتمنى أن نلعب المباراة النهائية ما بين الأهلي وانداونز ده اللي أنا أتمنى معرفش لعيبة النادي الأهلي يتمنى إيه ولكن مش هقدر أرد على هذه المقولة إن شاء الله غير بشيء واحد فقط كبير أفريقيا هو النادي الأهلي بالتاريخ والأرقام والإحصائيات وبالجماهير اللي موجودة في كل مكان جماهير العظيمة في جميع أنحاء العالم وفي أفريقيا بارح نادي الأهلي قدم ملحمة كروية رائعة وتاريخية على مركب محمد الخامس في المغرب وإدر أنه يتحدى ويقهر كل الصعاب كالعادة ويتأهل إلى الدور قبل النهائي في دور أبطال إفريقيا للمرة الرابعة على التوالي وللمرة التسعتاشر في تاريخه ليدرب رقما قياسيا من حيث عدد مرات التأهل إلى الدور قبل النهائي بارح كتيبة النادي الأهلي الحقيقة بقيادة الماسترو مرسيل كولر اللي نجح الحقيقة واستطاع أن يدير هذه المباراة بذكاء وحنكة أنا كنت أتمنى أن تكون الناحية الهجومية أكتر شوية لكن ده اللي أنا أتمنى وكل جمهور النادي الأهلي أتمنى ولكن في النهاية أنا كسبت وسعدت للدور قبل النهائي وتعدلت تعدولا سلبيا مع فريق جيد عنده جمهور يحرك الحجر ومهور الرجاء النادي الأهلي طبعا استفاد من الفوز في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين في المباراة اللي أقيمت على أستاذ القاهرة محمد عبد المنعم وحمدي فتحي قبل ما أتكلم مع حضراتكم على هذه المباراة عايز بس أطلب من حضراتكم أو من كل من يرى هذا البرنامج محمد الشناوي هذا الحارس الكبير والعملاق اللي تصدى سواء في المباراة اللي هنا دوره بالمناسبة هو ما عملش حاجة جديدة ولكن ده دوره محمد الشناوي لما بيبقى وحش بيتعرض لهجمات شديدة جدا وانتقاد شديد جدا ودحق جمهور النادي الأهلي ولكن بالفضل حضراتكم لما الشناوي يكون كويس كلنا نقف معاو نقول إنه هو كويس أنا ما تكلمش هنا على جمهور النادي الأهلي إنه جمهور النادي الأهلي يعرف هذا الأمر محمد الشناوي يستحق مننا كل التحية والتقدير سواء في المباراة الأولى اللي قدر يشيل جنين في بداية المباراة أو في المباراة التانية كل ما تيجي تتكلم مع حد في المغرب أو على نادي الرجاء يقولك النادي الأهلي عنده حارس مرمى كبير لا قويستحق التحية هو وعدد كبير جدا من اللاعبين زي محمد هاني مثلا أنا مبارح عندما سئلت من هو أفضل لعب في هذه المباراة أنا شخصيا قلت محمد هاني محمد هاني مبارح لعب مباراة من أروع ما يكون من أروع ما يكون ياسر إبراهيم أنا ما شفتوش من زمان بهذه الروعة محمد عبد المنعم جيد هايل علي معلول الحقيقة أدى دور رائع كلهم مبارح أدوا أدوار رائعة إن شاء الله مواجهة صعبة جدا أمام الترجي التونسي في الدور قبل النهاية مهما كان الترجي ومهما كانت الأمور يظل فريق الترجي فريق كبير إن شاء الله ربنا يكرمنا وخلي بالكو احنا عندنا أفضلية مش أفضلية ولكن عندنا اللي يخلينا نبقى عارفين إن مثلا إن المباراة تانية في الدور قبل النهاية حتكون هنا في القاهرة إن شاء الله وأنا متأكد أن من يحاول أن يعكر الصفو وإن إحنا نرجع مرة تانية للمربع صفر في موضوع الجمهور إن شاء الله مش هيحصل وهذه المباراة تشهد حضور جماهيري مميز وكبير من أجل مسندة ومؤذرة لعبة النادي الأهلي في هذه المواجهة المرتقبة بالمناسبة مرة تانية وثالثة وربعة وكل يوم حفكر كل الناس بهذا الأمر أن النادي الأهلي هو ممثل مصر الوحيد في البطولات الإفريقية خلينا نطلع نشوف تقرير عن وصول النادي الأهلي للدور قبل النهائي ونرجع نكمل مع حضرتكم بقية هذه الحلقة النصر الأحمر يواصل إبداعه وتحليقه عاليا في سماء إفريقيا المتربع على عرشها بعشرة ألقاب وعينه ترنو نحو الحادي عشر بعد فوزه على الرجاء المغربي بمجوع مواجهتي الذهاب في القاهرة ومباراة العودة بالدار البيضاء ليبلغ المارد الأحمر نصف نهائي دور الأبطال للمرة الرابعة على التوالي ليكرر الجيل الحالي إنجاز الجيل الذهبي بقيالة البرتغالي منويل جوزي أعوام 2005 و2006 و2007 و2008 و2008 كما نجح بالوصول للمرة التاسعة عشر في تاريخه ببلوغ نصف نهائي كأكثر الأندية لعباً في هذا الدور كما واصل الأهلي تكريس العقدة للرجاء المغربي بعدم الفوز في الأدوار الإقصائية ليضرب موعداً مع الترجل التونسي في نصف نهائي دافع المارد الأحمر عن حضوضه للتأهل وأفسد كل هجمات الرجاء صاحب أقوى خط هجوميه في البطولة برصيد سبعة عشر هدفاً كما تمكن من إيقاف خطورة لاعبه المميزين حيث لم يسدد الرجاء طيلة تسعين دقيقة على ملعبه وبين جماهيره سوى تزديدتين فقط على مرمى الأهلي وخرج الأهلي بشباك نظيفة ليصبح الفريق الوحيد الذي حافظ على نظافة الشباكه في دور ربع نهائي لهذا الموسم تأهل المستحق للمارد الأحمر إلى المربع الذهبي في مباراة سيطر فيها لاعبه على كل تفاصيلها مبروك لكل جماهير الأهلي اللاعب رقم واحد في كل مكان وزمان وسبب الانتصار الأهلي سادة كالعادة هو مصدر السعادة الأهلي دا حالت نشوف نمع المعجزات وزريفه كله يحكي يعتم دا بركزات من سورنا ورام لازمان انسلفات دا النادي اللي جمعنا ولد سيتو الزكريات الحقيقة دائما نفوز النادي الأهلي وإنجازاته في البطولة الأفريقية تحديدا بتسبب ألم وصداع لبعض المنافسين بعض المنافسين عاملين صراخ وعويل وهما بلهمش في أفريقيا أساسا دايما بيكونوا مش موجودين في البطولة الأفريقية يعني حتى المجموعات ما بيعرفون يعني المهم عموما هم عايزين يجروا النادي الأهلي لورا لو النادي الأهلي لاعب أي فريق وفاز عليه يقولك دا فريق يعني فريق الفلاني في الدوري المصري يقدر يكسبه وبيجي فرق من تحت لكن الحمد لله والشكر لا دائما رجالة النادي الأهلي وجهزهم الفني بيكسبوا لأن معهم جمهور دايما وقف في ظهرهم ولعبة النادي الأهلي يدخلوا الناس اللي زي دي لجحورهم دا مش فوز فقط دا فوز وأداء تكتيكي من المدير الفني يعني اللي أنا بشوف إن هو قرب إن هو يبقى عنده خبرة في أفريقيا امتى يهاجم امتى يدافع خلي بالحضراتكم احنا كنا دايما في أول السنة بنقول لازم فيه أوقات كده أقفل دلوقتي كولر مستر كولر عارف يهاجم امتى يدفع امتى يسيب الكرة للمنافذ امتى إزاي يلعب في نص ملعبه فقط إزاي يلعب قدام جمهور منافسين حياة مستر كولر بالخبرات اللي بيكتسبها في أفريقيا سببت رعب لهؤلاء عارف إن حيقولوا إن الترجي فريق ضعيف وإن الأهلي عايح هيكسب الترجي عادي وكلام اللي حضراتكم عارفينه ده ما كسبتوهوش ليه ما كسبتوش الرجاء ليه ما كسبتوش لو بتلعبوهم يعني البعض بيقولك إن نادي بيرامدز أقوى من الرجاء أولا نادي بيرامدز فريق قوي ولكن النهاردة بيرامدز بالمناسبة خرج من البطولة الكونفيدرالية من فريق من جنوب أفريقيا أنا نسيت اسمه تحليل الحياة خزعبالي الصراحة يعني الواحد بيسمع حاجاته بيشوف فيديوهات بتيجي قدامي الناس دي محتاجة إنها تتعالج والله العظيم بجد مش بهزر بدل ما تقول إن النادي الأهلي ده هو اللي مشرفنا ممكن تنتقد طبعا من الناحية الفنية أنت حر كل واحد من حقه يقول مثلا لأ زي ما أنا قلت كده أنا قلت في أول كلامي أنا كنت بشوف إن إحنا محتاجين سنة هجوم نقدر نجيب جول من بدري ونخلص دي وجهة نظر أنا هل لو أنا لو أنا المدير فني وبختار ما كنتش عامل كده لكن كلام حلو كلامه إحنا عاديين في التكيف لطيف لا يعني ده كمان بعد تعادل النادي الأهلي مبارح في مباراة الإياب وسط هذا الصخب الجماهيري والتشجيع الجنوني داخل ملعب ممتلئ وجمهور رائع ومحترم وإن الأهلي اطلع أقول هذا الكلام اطلع أقول الأهلي لعب مباراة اكتكاية من الناحية الدفاعية بشكل جيد ووقف عناصر خطورة الفريق الرجاء وقدر إن هو يصل إلى مرمى الفريق الرجاء على الأقل مرتين في المباراة كانوا مهمين بتوحسن الشحات هو أنا اللي مطلوب مني إن أنا أصعد للدور قبل النهائي سعدت للدور قبل النهائي في ظل إن الناس كتيرة جدا كانت شايفة إن النادي الأهلي هيطلع من دور المجموعات أو دور المجموعات ولكن مش النادي الأهلي اللي بيطلع من دور المجموعات بالمناسبة الحمد لله والشكر على الأقل خلال الفترة الأخيرة أحد الجهابزة طلع يقولك إن الأهلي كان وحش وهجومه ضعيف وإن أحد الفرق مش هقول اسم الفريق لإنه الحقيقة هنا بيستهتر بالفريق وأنا شايف إن الفريق ده فريق جيد جدا أحد الفرق في الدوري الممتاز لو كان واجه الرجاء في ملعبه وفي المغرب كان حيكسب وبسهولة طبعا هو كلام للاستهلاك المحلي أنا شخصيا بحترم هذا النادي كتير جدا للنادي اللي بيتكلم عنه للأقل اللي بيتكلم لكن يا جماعة هو أنتو فين يعني الناس دي فين بمشجعينهم اللي بيطلعوا يتكلموا بهذا الشكل وطبعا ما بيشجعوش النادي الأهلي وما بيشجعو أندية أخرى وبالتالي خلي بالكم من مثل هذه الكلمات ومن مثل هذه الناس اللي هي ما بتشجعش النادي الأهلي لأقل أنا محايد أنا عايز النادي الأهلي يسعد النهائي ويفوز بالبطولة هو ملوش مش عايز النادي الأهلي يسعد ولا عايز النادي الأهلي يفوز بالبطولة فيضرب من تحت لتحت نوع من أنواع الاتزاز ولكن بترق أخرى إذا كان فريق الرجاء ضعيف ما الفريق ايه لما يبقى فريق الرجاء او الفريق اللي انت بتشجعه يبقى ايه لما يبقى فريق الرجاء ضعيف هو وصل لدور التمانية وكان عنده جمهور هذا الجمهور الرائع اللي كان موجود وقدرت تتعادل معاه وتصعد في ملعبه ووسط جماهيره عمر ما الكلام ده حيحبت لعيبة النادي الاهلي ولا جهازه من الفني لان الجماهير كلها عارفة انك مغرض او المجموعة دي مغرضة وخايفة من المباريات القادمة والكلام اللي انتو بتقولوه ده بعض الجهبزة بيؤكد ان مش عارف انتو لعبت كرة ازاي الحقيقة قد تكون صدفة طيب في النص التاني من متابعين المنافس برضو راح يقولك اصل ان الاهلي محظوظ علشان راكلة الجزاء استضمت في العرض على فكرة كرة قدم كان ممكن جدا الكرة دي تخش والنادي الاهلي يروح يجيب التعاطل كان ممكن ان الكرة دي تخش والرجاء يكسب كرة قدم فيها كل شيء فيها كمان مصطلح غريب عارفناه من سنتين اسمه الاحتواء بالمناسبة يعني ففيه كرة القدم فيها كل شيء وحتسمع كل حاجة ابتزاز رياضي حتلاقي احتواء حتلاقي روح بروتوكول حتلاقي وكلها عند منافس واحد فقط وانادي واحد فقط دلوقتي طرعيلي يقول لك اسلكولر ما عندوش فكرة ده مش مدرب ده محظوظ كل المدربين حتى موسيماني كان شيخه ومحظوظه ما عندوش فكرة طب قولوا كلام قولوا كلام فني نقدر نرد عليه جدده في الطريقة وفي الاسلوب نغمة واضحة مع موسيماني مع فيلر مع جوزي قبل كده مع انا كنت بقى يعني موجوده بسمع نغمة هي هي غيروا كلموا فني والله يوم لما حد يتكلم فني حنسقف حنسقف كلام محفوظ موسيماني هو موسيماني ده اصله ماسك سبحة يعني محظوظ يعني وربنا واقف معاه طبعا ربنا دايما واقف معانا دايما نفس الكلام هو هو بتقال على كولر لكن الحمد لله والشكر لله هناك تركيز كبير جدا جدا من الجهاز الفني واللاعبين ومجلس الادارة ان شاء الله عندنا بطولة يوم الجمعة اللي جاية في مباراة يوم خمسة مايو مباراة يوم خمسة دي مباراة مهمة جدا ومباراة بتلاعب نادي كبير زي نادي الزمالك وفي نفس الوقت هي مباراة ببطولة فحنتكلم كتير خلال الفترة اللي جاية عن هذه المباراة لانها هي المباراة الاهم خلال هذه الفترة عموما لسه الايام اللي جاية هنتكلم اكتر عن مباراة الرجاء وحنتكلم عن كل المباراة اللي هنلعبها وعن مباراة الزمالك في السوبر وإن اللي حيحصل فيها والاهل حيلعب ازاي وتحليلات فنية هتبقى مع حضراتكم خلال هذا الاسبوع من خلال البيت الكبير ولكن عموما خلونا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنستقبل فقرتنا الأولى النجم الكبير كابتن أحمد أبو مسلم في ضيافة البيت الكبير هنتكلم عن مباراة الرجاء ومباراة الزمالك القادمة في السوبر المحلي بعد هذا الفاصل النجم الكبير كابتن أحمد أبو مسلم أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزيزائي المشاهدين خلوني أرحب بضيفي في هذه الفقرة النجم الكبير كابتن أحمد أبو مسلم مزاك أبو مسلم مزاك أسلام مزاك أسلام وحشني ربنا خليك كنت كمان كله زال فول الحمد لله الحمد لله وله مبروك طبعا على فوز النادي الأهلي مبارح وتأهله عايز أعرف رؤيتك لهذه المباراة وهذا التأهل أكيد طبعا بقول مبروك لجمهير النادي الأهلي كلها ومجلس دارة النادي الأهلي لعيبت النادي الأهلي وجاز الفني أكيد المطش مبارح كان صعب جدا بتكلم عن رجاء مش سهل يعني لا طبعا مسهل أنت بتلعب فرقة أسلام فرقة فرقة عندها تلعبت ما تشاب من دي كتير طبعا أنت بتلعب بتكلم على فرقة كبيرة أحرصت البطولة قبل كده لها باع كبير في البطولة الأفريقية فسيبك من فرعة اللي هي البلونة اللي بيتكلمه فيها لولك فرقة ضعيفة فرقة مستوى أقل اللي بيتكلم كده هو فين أصلا من الصحة الأفريقية فأنت بتتكلم في موضوع مختلف أنت بتتكلم اللي هو بيحاول يقلل نجاحك أو بيحاول تفاوقك موجود في أفريقيا تتلعب مبارح فرقة مميزة جدا التراجع فرقة مميزة عندها تنظيم بشكل كويس جدا عندها عناصر مميزة تتكلم من نادي الأهل مبارح حفظ كل كبيرة زويرة في الملعة تتكلم الرجل مرسول لكلر النهار مبارح غير قبل كده بتتكلم خلاص البطولة الأفريقية خد خبرات خد خبرات تتكلم كولر قبل كده في أفريقيا كان الجيم بيعاب مفتوح شوي يعني بيسيناريو اللقاء ما بيشايف الأحجواء اللي هناك والوقت إمتى هقدر أقفل إزاي بلعب ب3.5 ملعب اللي أنا مردود لأنا خدته خلاص هقدر أخده الموضوع مختلف دي نبارح شفنا حتى التغييرات اللي كانت موجودة حتى موجودة نفس اللعيبة اللي موجودة بتنزل تعمل نفس المهام أنا بتكلم كمان هو عامل ميزة برضا كإسلام الفترة ديت اللي عامل روتيشا بشكل مميز جدا موجود أنت عندك الناد الأهلي بيملك دلوقتي أحسن السكوات موجودة في مصر بتتكلم لجلنا نتكلم على البكريت عندك هاني الناس اللي كانت موجودة علي معلول أو أشرف بتتكلم على أسر إبراهيم تحت أو متولي أو محمد عبد المنعم لعبة كلها مهازة بتتكلم على خط النص أكوى خط النص ربيعة طبعا بتتكلم في خط النص أكوى خط النص موجودة في مصر بتتكلم حد عنده مروان عطية أو بتتكلم على السلية أو حمد فتحي أو ديانج بتتكلم على الهفات حتى اللي عندك هتلعب مين ولا مين حسين الشحات ولا طهر محمد طاهر أو برستاو أو عندك النحة الثانية بتتكلم على أحمد عبدالقادر فبتتكلم على راس حربة شريف ولا كهرباء فأنت عندك بردك الراجل وصل اللعيبة كلها في الطف فورم فأنت عندك مبارح اللعيبة اللي بتتلعب أنا شايف مبارح من ضل المميزات الموجودة اللي أنت عندك امتلاك نص الملعب أنا المطش بتاعي مبارح أنا مش عايز أخد أداء أنا عايز أحقق الترجل بتاعي وامش أنا إفرد عملتي أداء من غير ماخد الترجل بتاعي يبقى أنا استفدت إيه طلعت من البطول خلاص إحنا بنتكلم دلوقتي الأندية الكبيرة أو الفرقة الكبيرة أو المدرين الفنين الكبار عايز أخد الموضوع بتاعي أخد اللي أنا عايزه من الترجل بتاعي وابتدأ بتكرع الله بس هو ده المطش ناد الأهل مبارح كان مميز آه في الشقة الدفاعها كان مميز جدا عامل زون بشكل مميز المسافات كلها قريبة عندنا ما شاء الله مبارح البكريت محمد هاني وعالم علول من أكتر الناس مبارح كان بتدفع بشكل مميز جدا بالذات تتكلم إسلام عندك البكين دول أو شمال أفريقيا الجزائر أو المغرب أو الفرقة دي بتلعب الكورات العرضية بشكل كبير جدا حتى اللعبة اللي عندك في الدورة الممتقة حتى السابتة ما أنا بكلمك اشتراكات والهجمات اللي انت شايفين محمد هاني مبارح وعالم علول وقفلين بشكل مميز جدا يعني هما مبارح هستهلكوا حتى الرجل اللي عمل روتيشن وغير نزل محمد أشرف لعيب مميز بتتكلم على خالد برضك لعيب مميز فأنا شايف مبارح الناد الأهلي مجمل خدنا اللي احنا عايزينه الناد الأهلي مبارح كان مؤثر الناد الأهلي مبارح كان فترة من الفترات اللي تظلم مبارح اللي كان فيه ضرب الجزاء الناد الأهلي مليون في المية واضحة كنت خلصت المطشي من بداية طبعا انت تتكلم اللي انت اللي انت مبارح كنت متكتف نوعا ما يعني انت لو الهدف ده احرز كان موضوع اختلف بشكل كبير جدا معك في سيناريو المطشي على الرغم من بمناسبة ان انت فتحت في هذا الامر ولكن على الرغم من انا بشوف ان الحكم كان مميز جدا كان مميز بس هو طبيعي عدم احتسابه ركلة الجزاء فقط طبيعي وخلي بالك اسلام جدا نتكلم برضك على الحاجة بنتكلم فيه مهم جدا هو احنا لنعيد كور مش مؤثرة خالص للناد الرجاء محترمنا ناد الرجاء فرقة كبيرة بس طبيعي هو طبعا الثقافة عنده مختلفة هو دلاتي وش عايز عيد ضربت الجزاء عشان هو شايفة لا يا ضرب الجزاء فبنتكلم في المجمل يا ضرب الجزاء واضحة من بعيد يا مسلم يعني وانت ماشي كده شايف ان هو انت ماشي ده انت عاد في البيت احنا عادين في البيت شايف هنا يعني فبنتكلم طبيعي اللي انت مبارح الحمد لله يعني مكسب كويس خطوة الهدف او البطولة محببة للناد الاهلي وجماهير الناد الاهلي فان شاء الله الموضوع اللي جاي اللي احنا عندنا المواجهر جاي في مثل هذه المباريات اه وانا الحقيقة مثلا كنت شفت بعض الاقاويل اللي بتتكلم على على انه النادي الاهلي كان ممكن يهاجم اكتر من كده انت لعبت مباريات زي دي كتير انا لعبت مباريات زي دي كتير اه شفنا ان مثل هذه المباريات اه يعني تكسب ولا تلعب بس معشان كده اول كلام قلتها حضاراتك ايه قلت لك المطش لازم الاول اخده ترجل لانا عايزه انا مفيش مشكلة ايفرد عملت اداء مميز وما قدرتش اخد لانا عايزه خليك ما انح الهجومية تحديد اني ح الهجومية خلي بالك احنا النادي الاهلي مبارح كان مميز انتكلم فيها انت بتتكلم على على بريستاو عمل شغل كويس جدا بتتكلم عن ناحية تانية على حسين الشاحات بالشغال مرأ مطش هايل من دين الموجودة بكلمك على نقطة برضى خلي بالك اسلام على كهربا كهربا مبارح ناس كلها شفال نوعا ما ما ظهرش بس هو الشقة الدفاعية عامله هايل اللي هو بتنزل بعد الكرة بعد الكرة تنزل نص ملعب بتقدر تعافي نص ملعب عنده صراعات بوجه الهجوم يعني خلي بالك فيه رصة حربة اسكية شوية كهربا من النوع دوت يعني كهربا حتى بوجه لما كن عارف البقرية مميز فممكن يقفل على البقرة عشان يلعب لحة الشمال عشان يريد بتريه الشغل فالناس ده كله فكري موجود الراجل اللي مبارح شغل وإحنا النادي الأهلي الشغل اللي مبارح شغلي تاكتك في الملعب أنا شايف مبارح كولر من العلمة كاملة مبارح ولعبت النادي الأهلي ترابط مبارح بشكل كويس جدا الخطوط متقربة عندك الهجمة المرتدة بعملها بشكل كويس جدا عندك الأهداف حتى المؤثرة اللي هما كانت بتريه الشغل عليها ما شفناش خطورة نبارح الرجاء تتلعب الرجاء نادي كبير في ملعبه وما أدرأ الرجاء يعني وأي فريق لو رعب الرجاء هناك هيتغل هنتكلم بالأجواء دي والجمهيرية والجمهيرية طبعا والناس الموجودة كلها أرض الملعب مختلفة فلا نبارح النادي الأهلي أداء مميز أداء ولا أروح من بارح يعني إيه المطلوب مرة تانية من لعبة النادي الأهلي في مثل هذه أو من اللعبة اللي بتلعب في مثل هذه المباريات لا هو المطلوب أكيد خبرات من النادي الأهلي أو شخصية لعبة النادي الأهلي كبيرة واضحة أنت بتتكلم لعبة كبيرة أنت بتتكلم على الشناوي لعب لعب خبرات مع النادي الأهلي بشكل كبير جدا بتتكلم على رامر عبيع أو يسر إبراهيم بتتكلم على علم علول لعبة دي كلها عندها خبرات فبتقدر في اللقاءات المؤسيرة بتقدر توقف بشكل كويس بتقدر توجيه بشكل كويس في حاجات انتعرفة في الملعب ممكن اقول للمدير الفاني يقول لي حاجة انا المسلمين اللي جان بيقول لا الفترة دي احنا مضغطين ممكن توقف شوي فانا شايف خبرات او شخصية نادي الاهل هويت نادي الاهل مبارح مؤثرة بينها روح البطل الى اسلام وقفة انت تتكلم في الملعب واقف في الملعب ما عندكش مشكلة في بعض المباريات دا ما احنا وإحنا قاعدين لعيبة كرة وشوفنا مثل هذه الامور بلكده انا كنت قاعد متطمن امبارح يعني ايه يعني انا في احد الاصدقاء طالي اعالي اسلام هنعمل ايه وبتاعد احنا مضغطين وبتاعة انا كنت قاعد متطمن كنت حاسس ان احنا وقفين في الملعب صح وقفين على رجلنا صح فيش حد تعباد مفيش حد بينهج فيش حد يعني رجلي مش وقفة كويس في الملعب من اول كهرابا لغاية الشناوي دا كان احساسي كان احساسك ايه ما هو دا نبول حضركي هو دا نفس الاحساس لا انت بتتكلم امبارح مش اقلان خالص او شخصية ناد الاهلي او الروح الموجودة عند اللعب امبارح احنا مشوفناش حتى كرة المشتركة الناد الاهلي هو الاقوى هو اللي بياخده كرة السكن دور هي وهو اللي بياخدها فاحنا معندناش مشكلة احنا حتى متسايدين اللقاء بس زي ما كنا بنتكلم انت مش عايز تفتح خطاق اقوى من كده انت برضك الملعب والحسيات الملعب مش عايز تفتح اللقاء بشكل كبير عشان انت خط المضمون اللي انت عايزه فانا شايف مبارح الناد الاهلي قدى بأداء مميز جدا شايف عبد المنعب كان مبارك شغال بشغلك مميز جدا انا شايف مروانة عطية وخلي بالك يا اسلام مبارك نتكلم على مروانة عطية لعيب رقم واحد موجود في الناد الاهلي الوقت لعيب رجل مقتنع بيه بشكل كبير جدا لعيب من نوعية محمد شاوي اللي بنتكلم عليه وحسن ما كان موجود او هادي خشبة واخد كوكتيل من اللعيبة دي كلها مؤثر مبارح بشكل كبير جدا ما عندكش خطورة يعني عندك ثقة راجل واقف في نص الملعب لا ثقة موجودة في لعبة الناد الاهلي مبارح هل بتعتبر ان خلاص اللعيبة فهمت كولر وكولر فهم اللعيبة؟ بشكل كبير بشكل كبير خلي بالك حتى لما انت بشوف التغييرات حتى اللعيبها اللي بتنزل اللي بتنزل ما عندهمش مشكلة هم خلاص عارفوا تعلمات ايه زي اول موسم اول موسم كان فيه اختلافات شوي تجي تنزل لمسلا هلعب هنا هلعب هنا هلعب هنا خلاص هي الكيميا اشتغلت والراجل بتاريز ما احنا قلنا في اول اللقاء اللي هو الخبرات الافريقية بتاريك تسيبها بشكل كبير فسهلت له الموضوع بشكل مميز جدا فعشان كده الناد الاهلي بتاريبين شكل بتاعه مؤثر انا عايز اتكلم بارك على نقطة برضك اسلام زي احنا نتكلم انت بتتكلم على كهرباء مبارح كهرباء من اكتر لعبة مميزة في الناد الاهلي الفترة اللي فاتت اوصل للتوفورم في فترة قياسية ماينفعش حد يتكلم عليها لا هم عايزين برافو عليك يا دي نقطة يمكن انا متكلمتش فيها ولكن هي نقطة مهمة جدا ان انا شايف ان اللاعب ده بيكسب الفرقة دي دلوقتي اخبط اخلص عليه عشان نفسيا يقع وكل حاجة تقع بارك على نقطة الصفر هو دلوقتي انا انا اقعك ازاي انا اقعك ازاي اشوف اعلى واحد مؤثر معاك هو انا عايزين نتكلم اسلام كهرباء من نوعية مومن زكريا اللي هو في جواه 18 مومن هتلاقيه في كل موتوشة كبيرة بيجيب اهداف فكهرباء في الحتة دي التمركز بتاعبه بأهائل هو بيجيب اهداف بشكل مؤثر جدا فانا اشوف الراجل ده جاي بقاله سنة ونصف اي حد مكانه الماضح يوم بختلف فيقولك لا اقعد شوية وهينزل مثلا يجيله شده الراجل ماشي وصل اعلى مرحلة اللاعب بكياسي في الوقت معاين وده برضو من الاسباب في الابتزاز الرياضي اللي انا بتكلم عنه ان هم بيحاولوا يبتزوا في موضوع كهرباء ان هو يقعد وان هو يعمل هي المشكلة اسلام ننكلم في مصر فترة ديت اللي هي نوع اللي هي الكتائب او الهجوم الاعلامي اللي غير مبرر على العيب نحن نتكلم عنه احنا بنتكلم دلوقتي انا شايف لعيب مميز اسلام الشاطر مميز الفترة دي لا احنا عايزين نحبطه عشان نوقعه عشان نوقع نفسينا عشان الراجل يبقى مركز طول اللي مطش مركز معنا يوقع فانا شايف الموضوع ده بتغطع لكهرباء بشكل كبير جد نجينا نتكلم برضك على موضوع كهرباء انا عايز اقول لحضارك حاجة في نقطة هو انا اللوائح والقوانين الموجودة اي بطولة بلايها وقوانين عشان اقدر حسبك عليها حقيقي فانا لوقتي بتكلمك هو كهرباء كان الحدث او المشكلة اللي هو بيتكلم عليك كان في بطولة ايه الفيديو اللي اتعمل يعني طاعة الدوري الدوري يبقى حتى لو انا هوقفك يا كابتن اسلام هوقفك فين الدوري بس يبقى انا منك جعب الصوبر خالص انت بتتكلم ازاي الموضوع هو الموضوع وكله مش بلم الشمول والاموم وكل حاجة فيه مفاجآت الفترة اللي جاية انا 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 بس احنا بقولك بس النقطة الصغيرة ديت اللي انا بتكلم فيها لو انت عندك لواح وقانين انا توقفت يعني ايش ناوي الراس حالس المرمى النادي الاهلي لما حصل طرد الاخير بتاع النادي في الدور العام طايت وقف فين في الدور العام فحنا بنتكلم اللي احنا برضك بنحاول يا جماعة لازم يكون فيه عندنا لوح وقانين بشكل مميز جدا ما نمشيش وراء اندفاع او هززين الرؤوس لما بنكلم اللي بتطلع بالليل هززين الرؤوس عايزين نستفاد من الاسلام الشاطر او عايزين نستفاد من شخص نوعا ما فنقدر نعمل ايه نقدر نحبط او اي حاجة او نقدر نوقع او نقدر نعمل حاجة انا بقولك احنا الفترة دي زي ما انا بقول شفنا مصطلحات كثيرة جدا وجديدة جدا واو بنسمحاش غير ومرتبطة بناس معينة وناس وحدة الاحتواء وروح البروتوكول منها انا بقول ان الابتزاز الرياضي ده واضح جدا خلال هذه الفترة لان نوعية معينة من الناس اللي ما بتشجعش النادي الاهلي هي اللي طلعة تتكلف فموضوع الكهرباء وفي موضوع جمهور النادي الأهلي وإن فيه وقيعة بتحصل أو بيحاولوا بيحاولوا يعملوا وقيعة ما بين جمهور النادي الأهلي وبعض الأطرف مستحيل مستحيل يا سلام تتكلم على جميل نادي الأهلي نمرة واحد نادي الأهلي نادي الأهلي جمهير نادي الأهلي عمرها في كل الأحداث الموجودة في الأوقات الصعبة بتبقى في ظهر نادي الأهلي غير الأوقات المكسب والفرح فأنت بتتكلم اللي أنت عايز تجيب أو تخش طرف جميل نادي الأهلي مستحيلة. ده المنظومة الوحيدة اللي هي بتشجع بدون مقابل. الناس اللي هي يحبها لكيان النادي الاهلي. فانا ما ينفعش اللي انا اجي او 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 بتري اتبزهم او ادهيقهم عشان مش اشجعوش فريقهم. لا. عمرها ما تحصل وقوع بالنادي الاهلي او جماهيره. وهم مش هيعرفوا بعد ما لايوا يشجع النادي الاهلي اللي هم رايحين في هذا الاتجاه هو سكريبت توزع وادوار. ما انا زي ما بقولك يا ادوار. انا بديلك انت النهاردة هتهز راسك كل ما اقولك حاجة تعمل لي كده. ايه طبعا. مهما كانت الحاجة. سمعنا طبعا. لو طلعت لك العشرة جنيه وطلعت لك دي خمسة جنيه هتقول لي ماشي. طبعا. اه ده نوع ايه ما هو. ده نوع اخر ان انا بوزع عليكم سكريبت تقولوا وتتكلموا في القنوات بتاعتكم تتكلموا على ان كهرباء وان ده بيحصل ظلم ومش ظلم وكلام من هذا القبيل. والتالتة بقى اللي احنا مضطهدين واحنا على طول مضطهدين. الله ينور عليك. وعندك مشاكل كتير ومشاكل كبير جدا والحاجة دلوقتي انت لازم تتكلم دلوقتي عن حق النادي ودفع حق النادي بتدخل النادي حق النادي. لا النادي مش طرف خلص في المشكلة. المشكلة عقلانية عندك انت. انت بتتكلم لانت كل شوية مضطر ليه؟ عموما النادي اللي ابتدى ياخد خطوات في هذا الامر ويعني كانت اولها النهاردة خطوة وحنشوف اللي حيحصل بقى خلال الفترات القادمة. عموما خلينا نطلع نشوف تقرير عن كولر كولر الواقعي والوصول الى قبل النهائي في دور ابطال افريقيا. اعلن وسهلا بحضراتكم مرء اخرى بمسلم. الاهلي خلاص فاز في دور التمانية بمجموعة المباراة الاتين صفر. وبالتالي صعد لملاقات نادي التراجي التونسي للعب مباراة قوية الحقيقة مع في الجزائر وكسب مع شبابة قبال في الجزائر الاول وكسب واحد صفر ثم العودة واعتقد تعادل لواحد واحد مباراة. تعادل واحد واحد مباراة بعد لحداث الدرامية خلي بالك كبابة طبعا انت بتتكلم الشوت الاولاني كان في شغب بين الجماهير وبعد كالشوت تاني اتأخر شوية بتاع 20 ديئة او 25 ديئة قبل ما يحصل الشغب دوت وبعد كلا المباراة بترد تتكمل يعني انت بتتكلم على فريتين مميزين بس بتتكلم على الجماهيرية طبعا التراجي او الرجاء او من ذلك كلها نرجع للسيناريو الاولاني يا اسلام اللي احنا بنتكلم لا فرق كبير فرق عندها جمهرية عندها شخصية فده اللي بنتكلم فيه اللي انت متحولش تقلل من الفرق اللي هي القوية. لا طبعا التراجي فرق كبير. وزا ما انت قولت تخلي بالك انت بتتكلم اسلام داتي هو الموصل او مصدر السعادة الموجود في مصر من دلوقتي اهلي. نادي الاهلي. انت بتتكلم عندها فيها ميزانيات كبيرة جدا تتكلم على عندها فيه ميزانيات الملايين لملايين مليارات بتتكلم على العيب يخلنا مثلا 13 14 مليون جنيه و50 مليون جنيه. وقتا ده في 50 مليون. انا بكلمك مثلا عن نوعية الموجودة بس النهاردة انت بتشوف عندها كلها تلعت بره. حتى البطولة اللي هي نتكلم عليها التانية الكونفدرالية او اي حاجة تانية ما بتوصلش. فانت بتتكلم على الناجح الوحيد اللي موجود او في المنظومة اللي هو مؤثر شكل جبير جدا. انا الحاجة باستغرب جدا يا ابو مسلم من هذا الامر. يعني انا دلوقتي شايف ابو مسلم ناجح و اقف معايا. اعمل مش حاجزك تقف معايا. انا انت خليب لك اسلام فيه بارك نقطة. انت تتكلم على نادي المغرب او تونس. خليب لك قبل المجاوات الكبيرة بيأجله للفرقة بتاعتني. بيعمله كل حاجة. بيعمله كل حاجة. بيحاول يعني زي ما انت تقول كده بيخدم عليك برغة الكرة. انا بكلم حتى اهلميا يا ابو مسلم. انت شايف اليومين دول التخبيط في النادي الاهلي. وبيحاول يعمله وقيعة ما بين جمهور النادي الاهلي وبعض الاطراف الاخرى. ولكن ده طبعا بعض من لا يشجع النادي الاهلي اللي بيحاول اللي هما بيتجيلهم السكريبتات اللي زي فلان واعلان اللي معرفين بالاسم ده هما اسكريبتات دي نعرفهم. يعني هما بالليل بيجوا بيجيلهم البسر في الليل يعني طبعا. ما بيعرفوش. يعني هما ما بيشجعوش النادي الايلي وبالتالي بتجيله من الاسكريب تطلع اقول ابو مسلم وحش واخبط في جمهور الايحال. هو حافظ لازم يختم ليه يجيله الرسالة بالليه لازم يختمها تاني يوم الدور بالنفس الكلام حتى الهو الهواش على الكلام يعني الدنيا مش على المزاجه بس هو بيطلع هو خلاص انا عملت الدور اللي بتاعي انا ما اتكلمش عن نجاح انا تتكلم عن نجاحك بتاعك او عوامل النجاح ليه توصلني للمرحلة عليك صحيح انت بتتكلم اللي انا على بتاعيس تفشل لنا انا نجح فدي كلها عوامل لا ما بتبعني اضرب عليك من ضمن عوامل النجاح مثلا او مش مثلا هي الحقيقة ان جمهور النادي الاهل. تبتالي اضرب ااكيد. ااكيد. ما تخلهمش يرؤون. اعمل الكراهية اللي مفيش حد يوقف يتضاروه مفيش حد بيساعده. اذا كان هناك اخطاء اذا اذا كان هناك اخطاء حصلت ولا حاجة فماشي. الاخطئ اللي اخطئ يعاقب ولكن اا انت عندك خمسين ولا اتنين وخمسين الف متفرج عاملين. ما حصلش مشاكل خلص خليب لك. وكل احداث الكراوية اسلامي كبيرة. النادي الاهل الطرف فيها عمرها بيحصل فيها مشاكل. صحيح. احتمان اعزو لحرك حاجة. مسلا بسيط. امبارح التراجي بلعب مع الشبيبة. شوفنا الحص. احداث درامية. حصل حاجة? فالموضوع. انا بكلم الموضوع مختلف يا جماعة. الموضوع مختلف. لازم الكرة خلاص. احنا بقى انا فترة. انا بنتكلم كنا بلغة الكرة. احنا بش في كرة. احنا بنتكلم في عك كرة واداري. والتخبط في جميع كل حاجة. بتكلم في التخبط في الكرة المصيرية. اصدر واحد فقط هو اللي بيعمل هذا التخبط. طبعا طبيعي. وخلي بانك هو من امتى والاحداث اللي بتظهر دي كلها. احنا بقى انا سنين السنين ما كنا بنلعب نامي الجيل بتاعنا عمر ما كان يحصل مشكلة. او يحصل الوقيعة. او يحصل بين جمهير كلها واحدة. وفي كاس الامم كلنا وكان الناس كلها موجودة. فبنتكلم اللي هو الشحن المعنوي او الشحن اللي ملوش اي مكان اللي انا عايز احمي الكرسي بتاعي. انا اعمل شحن بقى اعمل مشكلة. صحيح. فده كله اللي بنتكلم بالليل. من اول اسامة منيري بتاني من ساعة اتناشر. يخلص على ساعة ثلاثة الفجر. فالموضوع هو ده وكله. اه. ازي احسأل حتى بشكل عام. مباراة الترجي. اهلو الشوخ حسني. مباراة الترجي. مباراة الترجي تحديدا. اه بشكل عام. شايف المباراة دي النادي الاهلي والترجي هتبقى حاملة ازاي? سواء في مصر او في تونس. اه هو الماتش الاول هي بامترقيم 13. هيبقى هناك في تونس. وماتش العودة ان شاء الله. مايو. وان شاء الله ماتش العودة هنا بعشرين ان شاء الله. صحيح. هنا. فنتمنى ان شاء الله اكيد ماتش صعب جدا. انت بتتكلم فرقة فرقة كبيرة الترجي. فرقة اه الماتش الاولاني طبعا الحمد لله الميزة الهناك اللي هو هنتلعبه في تونس. وانت خلي بالك النادي الاهلي في كل المواجهات مع الترجي. الحمد لله حظينا كويس عليهم. بنظر نتشغل بشكل كويس. من اهم ما كنا بنلعب حتى من اهم سايد ما كنا بنلعب ناك لما اخدنا البطولة هناك. سايد معلم بقى. اه 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 اه. ما هو ده مساعة مالعبنا مساعة الفين واحد. الفين واحد دي. اه طبعا. فبنتكلم اللي احنا بنعرف من التعامل مع المدرسة ديت. المدرسة موايزة. العيبة موايزة. بس من الاهلي عنده خبرات اكبر. شخصية اكبر. فبنقدر المجاة تبقى مسهلة. بالذات الشوت الثاني. يعني احنا بنتكلم على شوطين. زي ما احنا بنتكلم من بارح. الشوت الاولان هيبقى هناك. فان شاء الله نعمل نتيجة كويسة. وزي ما احنا بنتكلم الراجل. ابترى خبرات الافروقية بقت مميزة عنده جدا. ابترى فوقت معين. انت بتشوف بيلعب بتلاتة نص ملعب زي ما كنا مششغل. بيقام من نص ملعب. فوقت معين بيحط قفشه قدامهم عشرة او حسين الشحات. فالراجل بزاتة كمان البطل والفترة الفاتية الناد الاهلي. آآ بعد موضوع سانداون زي كده عمله الشرارة ديت. زي ما انت بتكلم لو مكون حد بيستفزك. صحيح. لما حد بتري بس انت بيبتري يشوف انت وضعك يعني بغيك ايه بالزبط. وبتري ديك احساس بتلاقي البور عالي عندك الناد الاهلي الفترة فاتت مسامعة بشكل كويس. وناد الاهلي طوله عمره في افريقيا يعني هو رقم واحد. فانا شايف في المطشن الشوت تاني. هيبقى في قاهرة ان شاء الله نقدر نعدي يعني ان شاء الله. يعني لسه طبعا بدري على لسه عندنا مباراة الزمالك كمان في السوبر المحلي. كيف ترى هذه المواجهة في ظل وجود مستر كولر كان مدير فني للنادي الاهلي ومدير فني من كلومبي اعتقد مع نادي الزمالك. مدير فني الحقيقة السيفي بتاعه قوي متميز. شايف المباراة دي ازاي ولكن هو يمكن بقى له ماتشين او تلت ماتشات فقط مع نادي الزمالك. هو بقى لتلت ماتشات يعني هو مدير فني طبعا كويس. بس هو شقدر يعمل يعني كل حاجة. ولسه رجل بيكتشف مرحلة اكتشاف. شايف كل ماتش هو بيغير التشكيل بتاعه. بيشوف اللعيبة هتقدر تنفز له الشغل اللي هو عايزه ولا لا. المواجهة صعبة طبعا انت بتتكلم عن نادي زمالك. نادي مميز نادي تاريخ كبير. بس اكيد دي بطولة تانية اسلام. زم انت قلت. احنا بنتكلم مع السوبر. وللعيبة نادي الاهلي او الناس الموجوده في نادي الاهلي كله ده متعطش للبطولات. يعني انت بتكلم على بطولات. وبتمتكلم سيك بقى على المنافس بتاعك. انت بتكلم على على ارقام. وبتمتشوف الارقام العالمية بتوصل لزم انت كلم على نادي الكورن والحاجات دي كلها. فأنت بكل شوية بتسعى لانت. في مجرد لانت تزود الحصاد بتاعك من البطولات يعني. فأكيد ماتش صعب جدا. ماتش بالزات يعني. ان شاء الله أو لعيب الناد الأهلي وعندنا صكر في اللعيبة والجهاز الفني والجهاز كل جهاز إداري وكل الناس الموجودة بتخدم لمصلحة الكيان فنتمنى إن شاء الله المطش ده نقدر إن شاء الله ناخد بطولة ترجع تاني للبطولات الموجودة معنا في الناد الأهلي يعني طبعا السوبر الحقيقة كانت آخر مباراة للسوبر ما بين الناد الأهلي وناد الزمالك وفوز الناد الأهلي في هذه المباراة بهدفين مقابل الهدف وتتذكر اتنين واحد برونو سافيو وكريم فؤاد في الدقاءة الأخيرة وكانت مباراة الحقيقة مميزة جدا وكانت أولى المباراة يعني من أوائل المباراة اللي لعيبها كولر وكانت بداية ممتازة ومميزة لكولر يا أبو مصد ما أنت خلي بالك الدفع قوي جدا لما كولر بياخد أي مدير فني بياخد الدفع الأولنية أو ياخد ثقة جمهر الناد الأهلي الموضوع ما مختلف أول مشوار بتاعك ببطولة فدي بتديك باور أو بتديك حماس لانت تقدر تكمل المسيرة بشكل كبير جدا فنتمنى أنت خلي بالك وفي مدير فني كمان عنده أي مدير فني بيقايم اللي هو عنده الخبراء بتاعته في النهاية خلي بالك في مدير فنيين تانيين النهاية عندها فيها مشكلة ضغوط العصبية والجماهير وكلام ده بيقدر بياخد كارات مختلفة فكولر عنده سبات شكل كبير جدا تلعب مباراة قدام من الناس كتير جدا خدت بطولاتها بشكل كبير عندك اللعيبة عندك الإمكانيات عندك كل حاجة فإن شاء الله التوفيق يكون حلفنا الفترة اللي جاي مهم جدا السؤال ده لأنه كولر لعب نادي زمالك مباراتين مباراة بطولة مباراة السوبر وفاز ثم المباراة الأولى في الدور الأول في الدوري وفاز هل هيبقى هناك اختلاف في هذه المباراة بالنسبة لتفكير كولر أكيد هبقى فيه اختلاف طبعا نتخلي مالك ممكن لسه إن شاء الله نشوف اللعيبة اللي هتكون موجودة والتشكيل اللي هيشتغل به أخي من عندك إصابة مانا كونياسي إبراهيم لو موجود إن شاء الله هيكون موجودة إن شاء الله إن شاء الله لكن هنعرف غالبا إن شاء الله إن شاء الله التشكيل اللي مشايف الراجل اللي هو مفيش اختلاف طبعا لا أحدنا على التشكيل أنا بتكلم هو تفكيره في هذه المباراة يعني هو الراجل دايما كنا بنشوفه قبل المباراة الأفريقية الأخيرة بيعتمد على الضغط الهجومي الأمامي من قدام دلوقتي يبتدى يوقف في نص الملعب شوية ما دي الخبرات اللي بنقول لك اللي هو بترى يكتسبها الفترة فهل ممكن نشوف حاجة مختلفة في المباراة اللي جاية طبيعي خلي بالك ما هو ما ده من أول كلام اللي أنا قلت معاك اللي هو بترى الخبرات بقي يلعب كل جيم لوحده ليه سيناريو معايا انت بتتكلم لأول خبرة ودي خبرة طبعا انت خلي بقى أفريقيا الأول ما كانتش يعرف الأجواء أو الشكل العام تم تتكلم لأمان الجوزية أول سنة أفريقيا خدناها ألفين وواحد بقى مرجع لي رجع تاني والولايات تانية بقى مختلف في التعامل بتاعه مع المنتشات الموجودة بزيات كمان انت خلي بالك لازم هيدرس طبعا نوار راجل عارف عارف القوة تم تتكلم مع التشكيل أو الخطة اللي هيحطها المناسب هالعب هجوم عالي أو هالعب زون نص ملعب لا أنا شايف الراجل هيبدأ بهجوم عالي خلي بالك أنت عندك المفاتيح اللي عندك تقدر تقويك بنص ملعب بشكل كبير أنت عندك الخط الهجومي مميز لما يجي يدرس الزمالك مثلا السيريوم المدير الفني لنادي الزمالك زي ما أنت قلت ما بقلوش من الثلاث مطشات كل المباراة بيغير من التشكيل طبعا والخبرات وخلي بالك الخبرات الموجودة في نادي الزمالك دلوقتي العمار السنية الصغير تتكلم كلها تتكلم على يوسف أسامة تتكلم على ناس الموجودة كلها أو المساكل تتكلم على نص الفرقة صغيرين صغيرين ولكن ده بيدي حيوية ونشار بيدي حيوية بس ما بيديش خبرات أنت ممكن الخبرات خلي بالك واللي بيلعب يعني لها بنهايات كتير أو لها بمعنادي الزمالك عارف اللي أول ربع ساعة دي بيبقى فيها السيناريو كله هو في ضغط مع جماهير الناد الأهلي تبقى في الظهر وعلى طول موجودة البورت هتلاقي الناد الأهلي بتقدر تشغل بشكل كويس أول ربع ساعة فهتلاقي كل اللقاءات المؤثرة الناد الأهلي بيخلاصها من أول وهو ده اللي بيفرق الخبرة عن الحيوية والشباب طبيعي انت الشباب والحيوية عايز تجري وكل حاجة بس ممكن نجري بدون نتيجة أو بدون وعي فنتكلم على الخبرات اللي بتقدر تستفيد بشكل كويس تاني حاجة عنصر الجماهير هيكون مؤثر الجماهير الناد الأهلي طبعا 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 قوية جدا واتمنى ان شاء الله اللهم يكون ماليين اللي سادة طبيعي بتاعهم فبيدي باور جامد للعيبة الموجودة على الجانب الآخر بقى احنا متكلم هنا او كلمت عن ان آآ كولر ممكن جدا يغير او ما يغيرش حنشوف اللي حيحصل لكن وسيريو هيعمل ايه الكوليمبي لا او راجل مش مطالب منه مش مطالب طبعا الراجل لسه جاي بس ده بيقلل من عليه الضغط طيب يا ابو مسلم ما هو يعني مش مطالب يعني ما تزعلش مني يعني طب خلاص ده مش معلوش ضغطي بقى حينزل يعمل لا اصلا اول حاجة اول حاجة هيقول لك ايه يعني اول حاجة لو اتغلب هيقول لك ايه ما دي سلوح هيقول لك انا ما انا ما اخترتش العيبة دي وانا انا جيت في نص الموسم اللعبة دي نقصة بدني لا هو مش قابل ابل بس هيطلع لك هيطلع لك اي حاجة ما انتم تعرف الناس دي كلها بتعرف تعمل التعامل مع كل حاجة هيقول لك انا ما اخترتش العيبة دي العيبة دي واقع بدني العيبة دي عندها مشاكل عند كسور عند اصابات عند الكلام ده كله فتكلم الرجل هو اه معلوش لوت معلوش لوت بس هو مطلب ببطولة فالموضوع برج صلاح جو حدين زي ما بنتكلم اه فدي هتفرم معا بشكل كبير التاني حاجة كمان هيبع عليه ضغوط او متحطش تحت الجمهرية كبيرة او بيلعب هنا في الدور المصري او بيلعب في اللعيبة اللي موجودة او ما حطش كمية الجمهر دي كلها لما يروح للسد لسه ما شافش بقى اهل بزمالك ما شافش بقى دي كلها ما شافش بقى الاغل دي نها دي ازاي يعني تقصد تقول ان كولر بخبرته ودي تواجده لمرة واثنين في مباراة للزمالك وشاف اجواء نادي الزمالك لما الاهل بيلعب الزمالك تبقى عاملة ازاي فارق حيفرق عنه فارق جدا وخلي بالك هو تحط في صدمات دي كتير فالموضوع بالنسبة لي مختلف فهو بنكلم على الراجل التاني يبقى لسه 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 الدراسة بتاعته او على الارض الواقع غير ما يشوف يعني ما يكون لعيب هو راجل كولر عارف لعيب تنادي زمالك واحد واحد حافظهم فالرجل التاني مش عارف لعيب تنادي الاهل ما شافهمش على الطبيعة او ما شافهمش حتى لو تفرج على الفيديو ما يعرفش على الارض الواقع فيه ايه بالزبط الموضوع مختلف وتاني حاجة اللعيبة اللي عندي عارف فيه لعيبة بتاع مطش القمة بقى انجوم موجودين في المطش دوت وفيه لعيبة بتخاف ها فانت خلي بالك ممكن اكون حطت الراجل الصغير دوت اه اللي انا عندي ثقة فيه يوم مطشت لقيه خزلك يعني تتكلم مختلف مختلف طبيعي الدغوطات يا اسلام مش اي العيب يلعب اهله زمالك اوكي انا لازم تتكلم عليه لو انا صعد والحالة الفنية موجودة اللعيبة اللي انا بالعب معها مميزة ووصلنا للتوف فورم في اعلى حاجة اللعيبة كبيرة هتشلني هبقى الموضوع سهل بالنسبالي اللعيبة كبيرة هتشلني هو مين اللي بيشيل مين لا ما انا بقولك انا بقولك حسب لو انا من الاحادي الناد الاهلي الدنيا فائقة والناد العيبة مشة كويس فالطبيعة التي تلقتي مع الجيل دوت الدنيا هتبقى سهلة بالنسبالي والحالة العامة باخد بطولات فعند السيقة خلاص او هم عندهم سيقة حتى لو انا غلط هم جنبي هتشلوني اوكي الناحية كنا بنتكلم لو هم عندهم مشيل مين لا هم عندهم لا اخدي بنفسك بنفسك هناك الاجواء والاجواء الفنية عندهم مختلفة جدا الادارية عندهم مشاكل عندهم حاجات عندهم العيقافات عندهم الحاجات دي كلها فاللعيبة هناك كان عندهم ضغوطات بشكل كبير فما عندهش بديل حتى كوف بتتكلم على اللي هيرجح بردك الكفة دي بردك الاحتياط اللي عندك زي ما تلك الاسكواد بتاع النادل اهلي مميز جدا حتى لعيبة المؤثرة بتتكلم على عبدالدرين برحك ممكن في اي وقت يخلص لك اللقاء بتتكلم على طهر محمد طهر كان اساسي وقعد احتياط الفترة دي يقدر يخلص لك بتتكلم على محمد شريف بتكرم على عامل السليلية لما يرجع بتتكلم على محمد متولي انا عايز اقول لك على حاجة بردك احصائية بردك ترجع لمرسلو كولر احنا بنتكلم خطة فعالنادل اهل الاسلام جاب ستة اهداف لو جري بتكلم على الاتنين المساكين انا بتكلم على الاتنين المساكين واشو بتكلم على البكين بتتكلم على محمد عبدالمنع جاب خمسة بتتكلم على محمد متولي جاب واحد ستة اهداف فانت بتتكلم من دليل على ايه الراجل بتري اشتغل للمدافعين. المدافعين. والدفاعي. بيتحرك ازاي. دلي على كده لنادي الاهلي مجالوش يعني اهداف فيه مؤسرة بكرة عارطية. دي كلها ده الشغل للراجل اللي بنتكلم عليه. فانا شايف الفترة اللي فاتت النادي الاهلي. الاداء مميز جدا. التمركز الدفاع اللي جانا نتكلم عليه مبارح. كان مؤسر جدا. الادارة الالوية مبارح. عموما لو حبت تقول رسالة اخيرة بقى لجمهور النادي الاهلي وللعيب تلالي والجهاز الفني في ظل ان انت عندك شهر. يعني احتمالية ان انت تبقى عندك ثلاثة اربع بطولات في خلال الشهر القادم. لا طبعا. الضغوط اللي عليهم. الكلام ده كله. لا ارسال طبعا لابتنات الاهلي هم اكيد اكيد شرفونا الفترة اللي فاتت. بتنتمنى ان شاء الله اللي هما زي ما كاملوا الفترة فاتت بالبطولات والارقام المهيزة. نقدر الفترة اللي جاية ان شاء الله ناخد البطولة الافريقية. بتاخد السوبر اهم حاجة السوبر دلوقتي اخد بطولة الافريقية. الناس كلها في ظهركم ان احنا اسعتونا ونتمنى ان شاء الله الفترة جاية تسعدونا كمان وكمان. الرسالة التانية لجمهير الناد الاهلي. خليكوا جوارب الناد الاهلي. الناد الاهلي الكيان الكبير. الحاجة الجميلة اللي احنا طول عمرنا بنحبها. آآ على طول خليكوا في ظهر الكيان. خليكم اللي بتسمحوش لاي حد يعمل وقوع او او اي حد يحاول يخلي. يبعدكم عن تشجيع ناديكو. والدري على كده لكل الفشل اللي بيحربوكو او كل الفشل اللي هم عايزين يبعدوكو عن الناد الاهلي ضد الناد الاهلي. فنا نتمنى ان شاء الله الفترة اللي جاية تكون مصدر السعادة وتفضله مصدر السعادة والالهام للناد الاهلي طبعا. كلامك محترم جدا وكلام جميل جدا من النجم الكبير كابتن ابو مسلم لانه عاصر كل هذه الامور. انا بشكرك جدا ابو مسلم على وجودك شكرا جزيلا لنجم الكبير كابتن احمد ابو مسلم. هنطلع فاصل وبعد الفاصل الاستاذ جمال الزهري والاستاذ محمود صبري في ضيافة البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بديوفي في هذه الفقرة. الاساتذة الكبار الاستاذ جمال الزهري. ازاك اصدس محمود. برحضرتك. الله يسلمكم. السلام عليكم. استاذ جمال وستاذ محمود. هبدأ مع حضراتكم بفوز النادي الاهلي على الرجاء وصعوده الى الدور قبل النهائي. في ظل كان ناس كتير من بعد من لايشجع النادي الاهلي. شايفين النادي الاهلي لن يصل. افضل استاذ جمال. طبعا انا بعتقد ان الفوز ده بدأ من اداء راقي جدا. قدمه النادي الاهلي في مباراة الزهب. الاولى يعني. واستطاع ان هو ينهي المباراة بفوزه بهدفين مقابل للشيء. بعض الناس قالوا اتنين مش كفاية. وجهة نظري انا الشخصية لأ طبعا كفاية جدا. على فريق كبير زي الرجاء. اتنين صفر تعتبر نتيجة جيدة. كمل النادي الاهلي هذه الموقعة يعني باداءه في مباراة الاياب في ادار البيضاء. رغم الحضور الجماهيري الكبير جدا. اللي كان برضو حضور جماهيري نظيف الحقيقة. يعني بلا اي هانا لحد. وكان يعني اداء جماهيري راقي جدا. ولكنه في 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 العموم برضو يعني تواجد ممكن يؤثر على لعيبة النادي الاهلي. ومع ذلك شفنا الفرقة متماسكة جدا. وبقى فيه انا من وجهة نظر يا كابتن في تطور شديد في اداء النادي الاهلي من الناحية الدفاعية من خلال المباراة دي. والمباراة الاولى في القاهرة. وده اللي احنا كنا بنطالب به. انه مستر كولر مش مش مفروض انه هو رغم انه هو بيحب الاداء الوجومي. مفروض ان ده ما يكونش على حزاب الاداء الدفاعي. نعم. فكان واضح جدا انه فيه تنظيم دفاعي قوي جدا. اه هو اللي حقق للنادي الاهلي انه هو يحافظ على نظافة الشبك. بالاضافة طبعا لتقلق محمد الشناوي في بعض الكرات القليلة. ولكنها كانت ممكن تحزم الامر. اه برضو شيء جايك جدا. اه كل يوم بيتأكد انه اه سياسة مستر كولر في اه تدوير اللاعبين واعادة توظيفهم في الملعب موجودة بشكل كبير. اه يعني انا بشوف انه هو بيقدر يوظف اللاعيبة. يعني مثلا حسين الشحات ممكن يلعب يمين ممكن يلعب شمال في جبل يمنى او جبل يسرى. بيؤدي بشكل قوي جدا. اه طبعا الفوز مهم جدا لانه اعاد النادي الاهلي بعد ما الناس كانت خايفة جدا على النادي الاهلي. اه على ذو مباريات المجموعات. ايه. الناس كانت القلقت على فريق النادي الاهلي و كنا دايما نؤكد ان الاهلي في الوقت المناسب حيرجع للأداء البطولي و هيكمل في البطولة و ان شاء الله يقدر يكمل و و يوصل و في طريقنا للعشاء الحيد عشر ان شاء الله. شهد وقت النادي الآلي نحو لقب 11 طبعا لا شك ان مواجهات دخلت في مناطق صعبة جدا طبعا مواجهة الكبار ده قدر الاهلي في مشواره الافريقي بامانة شديدة مباراة كانت على المحك وسط ضغط جماهيري كبير ودايما عاوزين نقول انه جماهير في شمال الافريقي بتدي دروس للجماهير عندنا شوفوا طريقة التشجيع عامل ازاي الحماسة عامل ازاي الضغط على المنافس بيتحط ازاي على مدار التسعين ديه عند فقدان الكرة بيبعوا عاملين حالهم ايه عند الكرة معاك بيبعوا عاملين ايه بيحطوك في خبرات لكن كان هناك ثبات فعال واضح من لعبت الاهلي خلاص اصبحت الخبرات المتراكمة يمكن بعد كمان ما كانت مباراة الرجاء في الموسم البطولة الماضية والهال استطاع انه هو يعني يخرج بالنتيجة المحققة طبعا التوفيق كان حليف انه لا شك في ضربة الجزاء اللي احتسبها الحكم الليبي على حسب اديو ديانك لكن هناك كانت هناك لعبة مهمة جدا بامانة شديدة تستحق الناقف قدامها كسيرا جدا في الديا 16 ضربة جزاء شاهدها كل من كان يشاهد المباراة من خلال شاسة التلفاز كلنا شاهدناها الحكم لم يشاهدها حتى مخرج المباراة لم يرد عادة اللقطة حتى خلال المباراة وده بس بقول بسأل بطرح سؤال عشانه وبين حلنا في علاقتنا مع بعض كأدية وكمجماهير وكصحفين وكعالميين للمشهد عندما احتسبت ضربة جزاء لمصلحة الندل على الحساب الرجاء في مباراة القاهرة بطولة العام الماضي قامت الدنيا وخرج كثيرون ويسربون تسجيلا للعبة بواجه آخر بواجه مختلف من المنافس وعبنا قنواته وعبنا درسه والظلم لتعرض الله والرجاء واللعب على أوطاء هل خرج مسؤولين في الوداد واعلمهم ومؤيديهم ليتحدثوا عن ضربة الجزاء التي لا بتحتسب لصالح للنادي الأهلي هل خال لا انا بسأل سؤال يا كابتن يا كابتن يا كابتن لا يا كابتن انا عاوز اقول والله اتحدث ومحدش علق والله طراحت ومحدش خد باله لكن اوز 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 اوريك ان احنا ايه شوف علاقتنا عاملة ازاي بعض اصبحت مصبحتش رياضة هنا والله اصبح كله شغل مكايدة والهدف ان انا ازاي ان انا اشوقيك وان انا ادور لك على حاجة واطلع ارسم اباين اخفاقي وفشلي ان انا هاجم من النادي الاهلي يعني من عاوز اقول ايه عاوز الاهلي في منطقة تانية ده بياخدوا بضربة جزاء طيب ما هي ضربة جزاء واضحة والحاكم عامل نفسه مشايفهاش ومن اخرج المبار ديش عيدة اطلعوا باو كلمونا بقى على الشفافية والضمير بقى ورونه مشوفناش حد من بتعلموا الاخوة في الوداد البيضاوي طلع ولا الوداد المغربي قال يا جماعة ده الاهلي ضربت جزاء فين بقى الناس يعني عاوز اقولي جماعة احنا علاقتنا مع بعض هنا ده مش رياضة مبعدش رياضة اصبحت اموره امر اه مفيش الكلام ده يا كفتر لا استوز محمود في مصطلحات جديدة ظهرت في الرياضة ما ده النصرحات دي ده مرحلة جديدة اللي احنا ندخل فيها دي انا بقول لحضرتك يعني انا عاسف جدا يعني وانا عايز اقشك حضرتكم في هذا الامر يا انكم اسد ذاتنا لو انا غلطان اقولوا لي اسلام انت غلطان في اصبح موضوع الابتزاز الرياضي موضوع واضح للجميع بمعنى ان انا قد يكون معانديش مش قد يكون هو انا ما عنديش حق في ان انا اروح اسلم على اسيز محمود ولكن انا بعمل كل حاجة عشان اروح اسلم على اسيز محمود وهي مش من حق فالواحب بيشوف اپتزاز او حيصة ضغط يصل الى حد الابتزاز. لان جمهور النادي الايلي علشان ما يروحش لان جمهور جمهور النادي الأهلي أصبح واضحاً أن جمهور النادي الأهلي هو سبب كبير في مكسب النادي الأهلي فأنت كما بتشجعش النادي الأهلي عايز إيه؟ أفضل أضرب في جمهور النادي الأهلي عشان ما يروحش كهرباء واحد من أفضل اللي عبيه خلال الفترة الأخيرة أفضل أضرب في كهرباء عشان ما ينزلش أو يبقى مركز في اللي بيتعمل أنا بقى بقول أن ده كله طبعاً أنا متفق معك تماماً في أن ده نوع من أنواع الابتزاز والضغط في حاجة يعني ما تخصنيش يعني أنا لما أكون بنفسك أنا مش ما يخصنيش الكلام ده لكن هم بيحاولوا أي منافس أنه هو يضغط عليك من جميع النواحي كويس؟ لكن أنا برضو بشيد بنقطة مهمة جداً أنه النادي الأهلي لعيبة ومدير فني ومجلس إدارة وجهاز أصبحوا النهاردة معتدين على مثل هذه الأمور وما بيحطهاش يعني في حاجة اسمها هامش الشعور بعيد يعني مش في بقرة الاهتمام لأنه الواقع بيقول أن المستطيل الأخضر هو الفيصل صحيح النادي الأهلي بيفوز النادي الأهلي مثلاً لما تتابع مسيرته في دور المجموعات كنت حتقول لا الفرقة دي قوت يعني مش كده؟ إحنا قلنا وأكدنا مليون مرة أنه النادي الأهلي رغم الصعوبات اللي هو واجهها لأنه هيرجع أقوى كويس؟ وحيرد فين؟ في الملعب وده اللي حاصل أخي بالك فأما بقى الآخرين اللي هما بيحاولوا يضغطوا عليك على طول في كل المواقف ده 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 أنت لو جبت سيرة الآلي بس هيعترض على أن الآلي يا جماعة فيه إيه؟ أنت خلينا كل واحد زي ما الأستاذ محمود قال كده هل الوداد تبنى موقف الآلي؟ هل بتكلم؟ جاب اللقطة يعني؟ هل جاب اللقطة أوعدها؟ لا 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 السوش الميديا بتاعتم قالت بولا ده لالك اللي دربة جزاء ولأ أو مخرج المباراة طلع اللقطة من زاوية تانا ولا جابها؟ يا خبت الخلاص ما بقيتش فيه رياضة هنا في مصر كلها مكيدة ضد الآلي وعاوزين يعملوا إيه؟ لوبي وإنه الأهل مكروه وإنه الأهل بص طالما أنت ناجح وبتسير على طريقك ولا تلتفت لهذه الصياحة أنا بكلمك هون عليك أنك تعمل عليك أنك أنت في الملعب تعال في الملعب وكسبني لما تكسب في الملعب أقول لك مبروك غير كده ما تتحدث ظن بقى المكيدات الفجرة لك أنا بسألك سؤال إذا أنت عاوز بقى تصطدم تلعب مع جمهور الآلي استحمل بس ما تعيطش أنا بقولها لك هون أنا بكلمك هون ما تعيطش لما تخش مع جمهور الأهلي وما تزنيش لأنه هتلوم في كل مكان وما أقول لك هون يا كابتن إسلام كابتن إسلام اللي يتعامل وبيتعمل في قنوات المفروض أنها محايدة من خلال تشويه واللعب طول البطولة وإدعاء أنه يعني الرجل معلنته مش محايد وأنت لا تحب الآله معروف وبقول لله لو هي والناس اللي بتروح تخرج معه وتتكلم معه يا جماعة هو وغيره معروفين بالإسم هناك كراهية واضحة مش بحتاج أنك ستدلل عليها أنا بكلمك ما عديك شرياضة يا كابتن برضو مش هتنجح أنا بقولها له مش هتنجح والأهلي بيسير بإذن الله تعالى في طريقه نتمنى له التوفيه نتمنى له المنافسة وبقول للجهاز الفني واللعيبة الرسائل ده واضحة انت بصوا لهذا فخلاص وصلنا للأهلي وصل نصف نهاية دورة أبطال أفريقيا عندك مباراة لسه تحسب فيها الموقف بصفة كبيرة جداً في خلال الساعات اللي جاية الصوبر واللاطات اللي بيتم والاستيناف والانضباط واللي مش عارب مين بيطلع فيه طيب بمنحك فتحت هذا الأمر وانا عايز اعرف مش فاهمين مش فاهمين يعني ماذا سيحدث غداً في لجنة الاستيناف شوفا كابتن من وجهة نظرك طبعاً اه يعني انا من وجهة نظري ان العقوبة كبيرة جداً هفترض في عقوبة يعني نبتدي الأول لا معلش خلينا أبدأ أنا أبتدي الأول قبل بس عشان نسيب حاجة تتكلم مع الأسفوذ محمود في هذا الأمر أنا بس عايز أشرح حاجة انا لو أنا اللي بحكم يعني مش أنا اي حد بيحكم ما بين اتنين اه خلاص اي حضرتك بتقول ان أنا ما قلتش والتاني بيقول لا هو قال بالزبط التاني بيقدم فيديو لازم استعرض الاتنين لازم استعرض الفيديو طبعاً طبعاً لماذا لم يتم استعراض الفيديوات حتى الآن عشان تكتمل الصورة يا كابتل الإسلام طالما أنا متهم في فيديو معين كويس أجيب الفيديو التاني اللي أنا بدافع بيه عن نفسي صحيح ومن حقي وعرضه على خبيه إنك تشوفه وتسمعه وتقارن هل ده اتقال ولا ما تقالش ثانياً بقى لو جينا بقى للك كلام ده أولاً تقارير الحكم والمرائب صحيح ده كله لم يتضمن أي شيء كلام الأستاذ عامل حسين ألا هذا كلام هنرجع زمان زي ما كانوا بيعملوا زمان لغة الإشارة لغة الشفايف حتى آه لغة الشفايف نعم حتى اللعيبة دلوقتي كلهم بيعملوا كده صح لو تلاحظ بيعمل كده عشان بيبانش كلامه عشان بقى ما يتخدش كلامه صحيح فهي القضية كمان مش في كده كابتل القضية آآ آآ انت بتقول إنه في عقوبة العقوبة دي كان مفروض تصدر امتى ثلاث شهور من اربع شهور حلو وكان فيه لجنة انضباط ومشيت صحيح مشيت ليه ضغوط بشكل أو بآخر مشيت تمام هذه الضغوط ما ينفعش بقى إن أنا جيب لجنة جديدة وهي هذه اللجنة زي ما النادي الآلي كمان أعلنها رسميا وأعتقد إنه أقدم ورق بهذا المعنى إنه وجودة زي اللجنة أيوا غير أيوا قانوني تسريب المعلومة لو تفتكر كان برضو أمر غير طبيعي أي يعني حاجة ما وطبعا لا يمكن سادة المستشارين المحترمين هما اللي هيسربوا العقوبة لا يمكن أنا لا أتوقعها ولا أنا أنا أتوقع إنه اللجنة بلغت اتحاد الكورة بالعقوبة بشكل أو بآخر وكعادة اتحاد الكورة إنه هو بيعمل على مبدأ التسريبات وبلونة الاختبار لدرجة بقول حدودك أنا سمعت حوار تلفزيوني لصديقنا وزميلنا دكتور إيهاب الكومي نعم أستاذ سيد علي مجلس صدار تلتح أستاذ سيد علي سألوه مباشرة قال له فيه كذا 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 على السوشيال ميدي اللي هو إنه فيه عقوبات واحد اتنين تلاتة على كارابة قبل ما يتم قبل ما يتم الإعلان الرسمي فالدكتور إيهاب قال للأستاذ سيد علي إنه لغاية دلوقتي ما أقدرش أقولك إن العقوبة دي نهائية سيد علي قال له إيه قال له لأ إحنا بقى تعودنا بقى منكو على كل مرة تطلع عقوبة ولا تطلع قرار وتبتدي تعمل بلونة اختبار لو عجبت الناس بتحلنها ما عجبتهمش آه يعني أصب تسريب العقوبة في حد ذاته يجب يعني المحاسبة عليه برضو لأن ده يتنافى مع أي تحقيق قانوني أو قضائي أو لازم ده يطلع بشكل رسمي والتحاد الكرة يعلنه حتى يتخذ الطرف المعاقب الإجراءات اللي هو ياخد حقه أو يطعن أو يعمل أي حاجة ما ينفعش الشكل فعايز أقول أنه شكل العام هل العقوبة منصوص عليها في أي عقوبة في اللي هو يحياني في لائحة المسابقات أو في لائحة الاندباط فيها 12 مباراة أعرفش لا ما فيش لا أنا شفتها عقوبات أقصى حاجة تمانية عقوبات لجنة المسابقات أعتقد 6 كمان من 4 أو 6 حاجة كده إذن برضو لازم العقوبات هتكون أنا هنا مش بتكلم بقى على هبتكلم على مبدأ لازم يكون العقوبة دي طب ليه مش عشرة ليه مش عشرة المتشغط مثلا وخبالك ما هيرد عليك يا أستاذ جمال بقولك لجنة الاندباط مش خضعة ليحة المسابقات لجنة الاندباط لها الحاجات اللي بتبقى خارج الملعب بياخد فيها قرار زي ما انت طالبت في وقعة بتشكبال أو أمام عشور قبل كده هو بيطالب بالواقعة دي فهو بيستند على كده هو خد القرار دلوقتي يا أستاذ جمال لجنة الاستئناف بكرة المتوقعة هتعمل إيه هتقلت هتقل لك إيه خلاص يا عمي خف نهاركم الستة ودناكم كمان المليون وخمس بيطالف جنيه يلا تفرضل يلا السلام عليكم طب واني نعمل بس السؤال عاوز أقول لرئيس لجنة السناف قال إيه أن احنا أجلنا لأنه تشكيل اللجنة لم يكتمل تشكيل لجنة السناف أنه تشكيلها ناقص وأنه لسه يتم اكتمالها عاوزين نفهم هل هي اكتملت وانه هو عشان خلاص دخلنا خلاص في أجواء السوبر فعاوزين ناخد قرار عشان نبرر القرار من ناحية التانية ويبقى الدنيا متوازنة وحدوتها ماشي حلو كده عملنا كده تفضل نعمل نفذ هنا ونفذ هنا وتبقى الأمور رمش عامة لن ينصالح الحال في يوم وليلة ولن ينصالح حال الرياضة في مصد هلما الأمور تدار بهذه العبسية المحزنة الدراماتيكية المش واضحة لأن أنا مؤمن بحاجة إذا كان هناك قانون فالقانون يطبق على الجميع الكبير رب الصغير لا بد أن يكون فيه التزام من الكل والأهل لا بيطلب يخرج على النص ولا بيطلب يتعامل معاملة خاصة ولا بيطلب يبقى هو في حتة لا الأهل يطلب زي ما يطبق هنا طبق هنا لكن المنطقي يقول عدت تشكيل لجنة الاندباط وهي اللقطة الأساسية أنها تكون اعتمادا من الجمعية هل قرارات لجنة الاندباط هي قرارات صحيحة بعيدا عن السادة الأجلاء المستشارين أنا أتكلم على تكوينها وكيفية وصولها إلى أن تكون هناك لجنة للاندباط تبقى للليحة بتاعت وأمر صحيح ما أنا بقول لك تبقى للليحة وتبقى للاتحاد الكورة إحنا تنتخب اللجان دي تنتخب لا كلام واضح وصحيح أنا بسأل هي تشكل وتعرض 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 على جمعية المهمية لاعتماد التشكيل ده نص الكلام وده حصل يا سوز محمود ما بقى ما حصلش ما أنا بقول لك ما تمش خلاص جات كده بدل دواج وبقاش تم تشكيل اللجنة تحت تحت ظرف خلاص يا كابتن صدر والنادي الأهلي التجى ناحية القانون للحفاظ على حقوقه من خلال في ما يخص هذا العام ما يخص لهذا العام وننتظر قرار القضاء أنت النهاردة جيت قلت لجت ظلم تقالك خلاص لن أنظر الأمر دلوقتي غلما يختم عادة تشكيل كمان من هو عنده مشكلة في ناس باين مشت ومفروض يتم لجت الاستئناف لجت الاستئناف نفسها لجت تظلمها ما عارفوش هل هي تمت لا المسألة فيها ايه فيها التوجه وفيها حصار وفيها الضغط عليك وبتزاز من كل ناحية ما خلاص بقى حملة عملت على الجمهور من هنا وعدت ومحدش في ناس طبعا رصدتها وشافت المشهد والهدف ايه وتم المشهد اللي شفناه فيه ماتش الرجاء الجمهور وناس كتحت مستغربة وشاف المشهد ليه كده يا جماعة ما أنت بشوف تفرجوا على ماتش الرجاء وشوف حالة التشجيع والناس رايحة وفرحانة ومبسوطة وريح رايح شجع فرقيته أنا ضد أي خروج عن ناس ضد المساس بأي منافسين وضد أنك تبقى المفروض تبقى مركز فرقتك وتشجع فرقتك وكل الناس وكل الناس اللي بتديني النادي الأهل والمسؤولين في الأهل وكل الكلام دي جماعة علشان ما نقولش لا صفيد لا ما فيش توجهات جمهور الأهل واعي جمهور الأهل فاهم جمهور الأهل هو سر قوة النادي ده وهو سر اللي بيصل لفريق من مسندة مش في فرقة الكورة في كل الألعاب طيب إن كل الناس هتترقب قرار لاجلت زنونة أنا بقول لك لاجلت زنونة يبقى فيها هذا المشهد بقرار لتقفيد الحقوق هل بنعتبر إن هذا الأمر هو أمر عادل خلينا ننتظر لا أنا مش بسألة أمر عادل خلينا ننتظر العادلة دي أنا رحية مش هتتكلم حاجة تحسب خلاصة الكلام إيه إنه إحنا لا هنعقب على القرار كقرار نفسه لما فيش قرار لسه لكن من حق النادي الأهلي بالزبط أن يدرس ويعدد الأسباب ويتقدم بيها بيبقى أنا ننتظر لبكرة هو ده بالزبر وفي النهاية الأهلي بكاربا من غير كاربا طبعا ده جزء آخر ده جزء فاني ده جزء فاني ده جزء فاني لكن إحنا بنتكلم على احترام الأحكام كلنا بنحترمها دي محدش يقدر سؤال أنت طرحته حتى مع كابتن أحمد بن سلم هو قاله طيب انت تطبيق العقوبة هنا على مسابقة الدوري ولا مسابقة الدوري والكاس ولا أنت حاطق في اللي حبتاحتك أنت عامل اللي حبتاحتك بتقول ليه فيها اللي حبتاحتك بتقول إنه كل بطولة على حدة على حدة عشان كده هما بفكروا السنة الجاية يلغوا الكلام ده وإنه لما تحصل عشان كده كابتن أحمد بن سلم هل هنا هل هنا العقوبة دي على مسابقة الدوري ومن ضمنها السوبر ولا على الكل عاوزين نفهم برضو يعني عاوزين لما تيجي تطلع تقول قرار بكرة ياريت رئيس لاجند السناف يقول والله ده هيطبق على الكل عشان نقضى باستنافتا يبقى خلينا ننتظر لبكرة له ليحة صح نعم اتحاد الكورة دايما بيقول إن السوبر ده مباراة إنه إيقاف الكابتن محمد شناوي لن يسري لصبر العام الماضي على فكرة ده أيوة يسري على الدوري ولا يسري على المسابقات الأخرى صحيح يبقى إذن كل ده لازم يعلن ولازم يبقى فيه مصطرة واحدة يا كابتن صحيح عموما يجب تطبيق على الجميع سيبك من الواقع ولا أحد ينظر للابتزاز ولا للضغط ولا الكلام اللي بيحصل ده لأنه الحقيقة كلام غير منطقي كأس السوبر بين الأهلي والزمالك دائما النادي الأهلي بطولة وربطولة وربطولة بتخرج من هذه البطولة تروح لبطولة أخرى خلاص يوم الجمعة القادم مباراة مهمة جدا أمام نادي الزمالك في كأس السوبر ما بين البطل الدوري نادي الزمالك وبطل كنت حول أهلي لأنه تعود وبطل الكأس نادي الأهلي طبعا زي ما حدك بتقول إنه قدر النادي الأهلي يعني إنه هو بيخرج من مباراة هامة جدا لتحديد مسيرة الفريق في بطولة يعني أنا بقول إن أهم حاجة حصلة السنة دي موقف الفريق في الدوري يعني أنا يمكن كنت دايما لما بنطلع بقول هذا الكلام إن الدوري هو البطولة اللي يجب النادي الأهلي مع كولر يركز على إنه هو يستعدها بعد ضياحها صحيح الموسمين فده ماشي بشكل كويس جدا نعم بادئ الموسم بسوبر صحيح مع كولر عندك دلوقتي واصل في بشكل كويس جدا إن شاء الله في دوري أبطال أفريقي نعم عندك بطولة قريبة اللي هي بطولة السوبر السوبر المحلي أعتقد إنه كل المؤشرات مع يعني بتقول إنه النادي الأهلي المرشح لكن بحط تحتها عشر خطوط لازم كل دا يتنسي نادي الأهلي لازم يلعب المباراة كأنه يلعب مع الزمالك لأول مرة مش أسوس جميل أنا في مثل هذه المباراة خمسين خمسين دائما مهما كانت قوة الأهلي ومهما كان ضعف الزمالك أو مهما كان قوة الزمالك ومهما كان لازم لعبة الأهلي يتعاملوا مع هذه المباراة بصرف النظر عن المستويات ما قبلها دي حاجة زي ما بنقول دايما هي بطولة خاصة بين الأهلي والزمالك وأعتقد يعني مش حاول بقى مش هنتكلم في الناحية الفنية ومين مستقرة أكتر ومين لأنها مباراة لها ظروفها الخاصة أي فيجب التركيز فيها من أول دقيقة لآخر دقيقة لو حصل هذا التركيز بالهدوء والاتزان النفسي اللي الأهلي لعب به ماتش الرجاء الأول والتاني أعتقد أن ده ممكن يكون هو الطريق بإذن الله للفوت سوز محمود براف غاية الصعوبة طبعا طبعا الزمالك عنده مدرفان جديد وعنده دوافع وعنده حسابات وبعدين ما رايح أكتر منك وإنت رايح مهمة جدا جدا رايح كتير جدا أنا لسا كنت أسأل في هذا أو بأخرى هيفرق يا سوز محمود الراحة دي طبعا يفرق طبعا يفرق بس هنا بيفرق الرغبة كابل السلام والحماس كابل عن راحة آه طبعا طبعا الراحة طبعا تفرق طبعا تفرق إيجابيا آه تفرق تفرق في جالب إنك إنت تدي التسعين دي بنفس المستوى بدنيا يبعد لكن إنت هنا بتبقى تجديد الدوافع مهم جدا أنا كنت فزت في الصوبر اللي كان من شهرين ثلاثة وعندك صوبر النهاردة مختلف بدوافع مختلفة فأنت عاوز تحافظ على الروح المعنوية اللي ماشي بها بالمسم ما حصل لكش إيه دروب خاصة أنك إنت بععد الصوبر عندك مقبل على مواجهة من العيار تيلو بعاوز أقول للناس تهدى شوية ما تقولش هنواجه سندونز ونواجه الوداد ونختار مين انت معدتش الترجل ترجل منافس شرس صحيح ومنافس عارف أنه اللي هو اللي خرجه في البطولة اللي فات هيكون عنده حسابات مختلفة عارف أنا قلت كده إمتى أنا قلت كده بعد مباراة سندونز اللي اتغلب فيه لو أنا لعيب لو أنا لعيب بتمنى أن أنا واجه سندونز في النهائي في النهائي لكن أنت حسابتك حسابتك مختلفة هتواجه اللي يجيل طبعا يعني أعوزول يا جماعة بلاش نعلي التون وخلينا كده نمشي خطبه خطبه مهمة جدا أنك أنت تروح مثلا تلعب ببارات السوبر يبقى عندك دافع جدا تحفظ على البطول اللي أنت فايز بيها تعالي تزيد من حصيلة الألقاب والكؤوس مباراة هتبقى صعبة هتبقى 50-50 مواجهة تعتمد مواجهة تعتمد على الفريق الأقل أخطاء نستفاد من التفاصيل الصغيرة إزاي أنت عايز ممكن أنا أخذك وديك لضربات الجزاية ممكن أنا ألعب أنا أمتص كل حماسك وأخطف لي واحد وألعب وأفل برضو كلها حسابات إيه في الموجود وإنت شايف نفسك شوف جاي من فين من الرجاء مردش تطلع على طول على الإمارات نزلت مصر تريع وبعد كده سافر يوم الثلاث تتمرن تمرينتين ونفس تتمرن ثلاث تمرينات عنده هدوء يعني بدنيا هيكون أكثر استعدادا لكن في مصد هذه الإمارات هو الفريق الأكثر تركيزا إلى أقل أخطاء الأكثر رغبة هو لا يكون قريب من الفوز باللقب إن شاء الله قيادة تحكمية مصرية أستاذ جميل رأي حضرتك والله محمود البنة طبعا يعني أنا مبدعيا بفترض حسن النواية والفار هيبقى إماراتي نعم فهيبقى فيه متابعة ومراجعة بين الفار والحكم محمود وعايز أفترض برضو حسن النية مع محمود البنة أنه هو كحكم يهمه اسمه يعني كحكم مصري لازم يكون حريص جدا جدا في كل الألعاب في كل المواقف التحكمية نعم اللي هيتعرض لها في المباراة وأعتقد أنه هو يهمه قبل لنا كلنا أنه هو يقدم نفسه بشكل محترم لكن أنا بالنسبة للحكام المصريين ما أتوجه بريرة أنه هو يعمل يدي فرص للحكام المصريين في المباراة المهمة ده يعيد نتحرك معنا هذا الأمر يعني كثيرا من الثقة المفقودة الله ما يطلعش حد يشتمهم لا بس يطلع في النهاية يقدم كويس هو يقدم الأول أنا ننتقدهم لكن ما نشتمهمش يعني ممكن جدا نقول الحكام ده مش كويس في الكرة دي طبيعي يعني ما نشتمش الناس لا 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 من غير الشتيمة لا إحنا بنتكلم على نقد موضوعي لو في نقد موضوعي أهلا وسهلا نعم لكن نرجو أن الحكم محمود البناء يدير هذه المباراة باعتبارها مباراة تمس زمعة تحكيم المصري رأيك سريعا برضو يا أستاذ محمود لأن أنا عفوا عايز أخد رأيكو برضو في الكرة الطائرة وخسارة دي الأهلي النهاردة لا طبعا أنا بص أنا مع يعني الرجل المرتغالي للسلام بريرة شايف أنه ماشي أنا بقو أيد أن تحكيم المصري ياخد وضع والناس تدعم و أنا طول عمري كمتابع و شايف النادي الأهلي أولي الأو يا جماعة من الفترات اللي بتكلم فيها في التحكيم يعني إلا في آخر سنتين حصلت حاجات غريبة وتصرفات مش مفهومة برضو عدت ورغم الأهلي طالب فيها بكثير من للصفسرات لكن ما حد شد ولا حد علق لكن دعم محمود البناء آه طبعا أدعم محمود البناء وأدعم غير محمود وأدعم أمين عمر وأدعم الناس كلها وقف معاه لأنه برضو عاوز أقولي يا جماعة برضو الحكم برضو يبقى حريص على نفسه أنه يعرف لو حصل أي حاجة محدش بيرحم يعني كل العينين المتابعة وكل الناس شايفة فأعتقد أنه من الصالح نحن ندعم التحكيم بتاعنا لأنه مهم جدا مهم جدا يبقى عندك حكام مهم جدا عشان ده الصالح المسابقة لازم تشوف التحكيم المصري واضح في أفريقيا في ظل الظروف اللي احنا شايفنا احنا مبتعدين كتير جدا فأتمنى أنه الجزئة دي الناس مثل تفش لمسالة التحكيم أنت أدائك في الملعب بيبقى فيصل يعني أنت الأول افترضنا الحكم ما حسب لكش تربة جزاء ما أنت ممكن تجيب ستة دربة جزاء لو أفصل عمل لك كورة أفصايد أنت هتجيب ستة أدائب أنت ما حطش حكم في أعتبارك أنا بكلمك أنت ده هدفك طول عمر الأهل كده وطول عمره من أول ما يعني اشتغلناها وشفناها كان دايما رحمة الله الله كابتن صالح سليم بيتكلم عن جزائر كابتن حاس الحمد ربنا يدي الصحة كان هدف أساسي من حاجات دايما يرفض من حتى تتكلم على التحكيم كابتن خطيب نفس الشيء اتعرض مهندس محمود طهي لما كان ماسك كان برضو عنده نفس للتوجه ونفس التهي يا جماعة في مدرسة ماشية كده لكن ما تخشش في التحكيم ما تشغلش نفسك به اشغل نفسك بنا كنت إذا كنت في الملع وفي عالك به سبنا احنا بقى نشتغل في هذا بحيي البرتغالي وبطالب دعمه وبطالب انه هو لو لحظته حاجة جماعة من أيام من الكلاتين بيرج كان يطلعت الناس تتكلم والأخطاء والتصحيح مع الراجل ده محنش بتكلم حاجة محنش بيفتح حاجة محنش بيفتح خالي لازم تخلي بالكم لكن ماشي لكن الأمور ماشية أكيد الراجل جاي يشتغل أتمنى انه ينجح أتمنى انه طلع لنا صف تاني وتالت من التحكيم بقى حاجة كويسة لنا وللكرة المصرية اللي تعبت من احنا كل شوية جايبين من برة جايبين من برة فأعتقد انه عندنا ثقة في محمود البنة عندنا ثقة في الحكام بتوعنا وفي وجود كمان حكم الفارد من دورة المرشق أعتقد انه ان شاء الله هنشوف مباراة مميزة الروح العالية والأخلاق هي الأساسي يا جماعة وفي الآخر المفايز والمهزوم الاتنين هي دو كورة طيب بما ان اللي سيدس محمود والأسيدس جمال يتكلموا في هذه النقطة مش معنى الكلام اللي احنا بنقوله ده نا لو لو لا قدر الله لا قدر الله مش عايزينه يخطئ ولكن لو أخطأ حنانتقد وحنقول حنقول ما هو أخطأ في واحدة أخطأ وحنانتقد مش حليش تم النقد مسألة مباحة لا أنا بس أصلي كويس ان حضرتك بتفكر الناس بايه ان احنا مش بنقول مش معنى ان انت مش هتنتقد مش هتشتم انك ما تنتقدش طب ما احنا طولي نار انت شغلتك ايه عمنا شغلت ناقد وانا شغلتي ناقد وحضرتك ناقد ومحلل ومقدم برامك فلازم هتتكلم في الموضوع صحيح لكن لازم نفكر الناس النقد غير التجريح التجريح صح أخيرا بس وبسرعة جدا أستاذ جمالي أستاذ محمود النهاردة خسارة النادي الأهلي في الكرة الطائرة للكأس كمان في ظل يعني كان الفترة يعني إزاي مالك خد البطولتين برضو في الموسم السابق لو حضراتكم تتذكروا أعتقد كنا في أحد الحلقات من سنة كده وكنا نتكلم على كرة اليد نقول لكم احنا سنة من سنة صح لأنني عارف أن ساعتها في تحركات من مجلس الإدارة ومن إدارة النشاط الرياضي في الوقت ده من سنة اليد دلوقتي بيجني هذه الثمار وبيجني الثمار أن جمهور النادي الأهلي واقف في ظهر وصبر على الفترة السابقة وبالتالي خد كاس ودوري في البطولة المحلية سيدات ورجال بالضبط ما فيش عمل من غير أخطاء حقيقة لازم نبقى متفقين كقاعدة عامة أنه طالما بتشتغل أنت النادي الأهلي في كل نهايات موجود قد يكسب وقد لا يكسب في بعض المرات شيء طبيعي لكن المهمة بقى زي ما حدك بتقول زي ما حصل مع كرة اليد بدأت إجراءات إصلاحية وتزبيط الأمور نفس الشيء دم مع الكرة الطائرة وده وارد وأعتقد أن مجلس الإدارة من قبل والمشاط الرياضي أنا أتكلم كده عشان أنا عارف أنهم عاملين حاجة معاناة مية في المية إن شاء الله البطولة الأفريقية كمان هيبقى لها دول مهمة جدا للفضل يا سيد محمود طبعا أنا عاوز أقول يا كابتن إسلام طبيعي جدا لما تقعد ست سنوات مسيطرة على اللعبة وفاز بالدوري وبالكاس وبأفريقية أمر طبيعي جدا كان لابد على المسؤولين في النشاط الرياضي يلتفد يعني اتغير على فكرة ما أنا بقول لكم كان لازم المفروض أن تتوقع بعد ما طلعت فيه هتوقع تدريجين يحصل لك حالتي نتوقع أنت تنزل صحيح طب أنت خسرت السنة اللي فاتت الدوري وخسرت الكاس خلاص السنة دي لوجهة المنافس رجعك خمس مرات أنت كسبت في خمس مرات خسرت دوري وكاس ربما تكون هذه الانتصارات أعقد نوع من السق أنه نقدر أكسبك في أي وقت فلم تكن الروح والدوافع مختلفة ثانيا على ما يبدو أن هناك فيه أمور أعتقد أنه قدرت النشاط حطت إيديها أيوة وأنه فيه كلام كتير جدا وعاوز أقول لي ما تصدموش محمد مسلحي يعني محمد مسلحي هو اللي كان قائد في الست سنوات ممكن وارد جدا يحصل له نوع من الإخفاق ده أمر جدا في المنافسة ما أنت لما أخطأتش وخسرت بعد الأحيان مش هتبقى عندك تعرف تصلح وتعيد وتبني من جديد هي ده المنافسة وهي ده الروح أعوز أقول لي الخسارة مش نهاية على النهاردة خسرت الاستعداد هيبقى وضع مختلف أمر طبيعي جدا أنا شايف أنه يعني في حالة يعني غضب ونزع لنا من فرقة المصر اللي هي كانت مسيطرة على اللعبة حصل لها نوع من الاهتزاز فيه كلام وفيه تفاصيل كتير بأمانة شديدة هتبان خلال الفترة الجاي هتكون محط انتظار وأكيد إدارة النادي حطت إيدها وعرفها هتعمل إيه في الفترة حقيقة إدارة النادي وإدارة النشاط الرياضي حطين إيديهم على كل هذه الأمور وإن شاء الله في البطولة الأفريقية كمان إن شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نفوز بهذه البطولة يعني إن شاء الله وتكون البداية في الموسم القادم بداية جيدة أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا شكرا جزيلا أستاذ جمالي على وجودات معانا شكرا جزيلا أستاذ محمود على وجودات معانا أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا لما تنسوش دائما قناة النادي الأهلي بتكون مع حضراتكم في كل المواعيد الخاصة بين مباريات النادي الأهلي على قد ما بنقدر طبعا الحاجات اللي بنملك حقوقها يعني إحنا مثلا في كرة اليد الأمور بالنسبة لنا بتبقى صعبة جدا أنا بحب أقول لحضراتكم وتكلم مع حضراتكم على هواء مباشرة الأمور بتبقى صعبة شوية في نقل مش صعبة شوية اتحاد كرة اليد ما بيقبلش من قناة النادي الأهلي تنقل المباريات على المباشرة والتالي هناك اتفاقات قد تحدث خلال الأيام القادمة عشان كده مباريات كرة اليد ما بنعرفش ننقلها ولكن هناك اتفاقات على مباريات كرة الطيرة فحضراتكم دايما بتشوفوا مباريات كرة الطيرة على قناة النادي الأهلي وأيضا سواء رجال وبكرة إن شاء الله هتشوفوا التلات أيام أو اليومين القادمين بكرة نهاية كأس مصر في السيدات أولى المباريات ثم بعد بكرة نهاية الآخر أو تاني المباريات في نهاية كأس مصر ولو تعادلت الكافة ما بين الأهل والزمالك هيكون فيه مباراة ثالثة خلينا ننتظر فأنا اليومين اللي جايين كمان غالباً هطلع كمان أو من خلال البيت الكبير هنطلع بعد نهاية المباريات اللي بتتلعب إن شاء الله ربنا يكرم فريق الطائرة سيدات بكرة زي ما حضراتكم عارفين فوزنا بالكرة الطائرة سيدات بالدوري العام وإن شاء الله ربنا يكرمنا في الكاس خلال الثلاث أيام أو اليومين القادمين أنا بس حبيت أشرح لحضراتكم احنا ليه دايماً أو خلال اليومين اللي جايين النهاردة والأيام القادمة هنطلع متأخر لكن عموماً إن شاء الله بكرة انتظروا كابتن هيسم السعيد في مباراة الأهل والزمالك في نهاية أو أولى المباريات في نهاية كاس مصر في الكرة الطائرة سيدات عموماً إن شاء الله أنا بكرة بعد المباراة من خلال البيت الكبير نلتقي مع حضراتكم إن شاء الله تكون حلقة جديدة إن شاء الله إن شاء الله نعود لحضراتكم على الهواء والبشرات أنا بشكر حضراتكم شكراً جزيلاً غداً نلتقي وحلقة جديدة من البيت الكبير